يا حلو صباح يا حلو بولك يا عيلا أضيب والله عظيم وحشة يا جنعين يا عيلا أضيب يا عيلا أضيب أنا مش مصدوب أنت من المصدوب أنا مصدوب أنت بس عيبا أنا عيبا أنت عتالي أنت جاهلنا ضيف ما يفعلش إذا ما نوضحك في المكان استنى بس استنى بس سألتي بس أولا خاصة سألت بالكلام فقد و عدنا بس المالك أنا تشيرتي وهو لأبنى من الملك يا عم لا تخافش والله العظيم دهنان من الأفضل ماذا أبنى من الملك سألت بس المالك هذا النادي الوحيد اللي في الاندلترى قرصة اللي لم تزنقوش يا جنعين ذا النادي العميد هذا النادي الوحيد اللي لم تزنقش في الاندلترى حتى ثلاثة وعاد جداً وقسم كرة في العرضة وقومت لغة مش أفزايد وعادي جداً ده نادر وحيد اللي متزنقش لحلة تشيلسي ولا مانشستر رينايتد ولا مانشستر سيلي اللي خدها جاي انا بنقصرش جير صدفة من فرقة التعبانة دي ووالله بجون دفلكشن بجون دفلكشن انما اهز الواطي يا ملال واحد ما كلمتك يا ملال واحد ما كلمتك يا ملال واحد ده همتزحك الوطش الجاي ده هنخربك طوب فوريا لا ده انت مش هتشم الطوب فوريا لا يا محمد يا صلاح ايشحقك ده محمد صلاح هيصد من غضب عليك في الموطش الجاي يعني انت سبت لهانك ودربك بالقافة رايح جاي وجاي علينا يا عمد انت خدت منه لقطة في سبت لقطة ضربته بالقافة في بيته لكنه بالتعليد لهنا متصلحين انا برضو كريم اباحبش ادي اللي جي عندي الخبر السود عليك عزة من الله يخسى علينا احس عمر الوحيد اللي متعطف معك النهاردة او عمر في العادي متعطف معني اسمع بالك ليه لان اتصحي اتصحي معني يا حسك اتصحي صحبك اسمع للاخر مشانا لسه ايلك ما تتصرعش لا يا عمد متعطف معني مش ديت على عينه اسمع للاخر اسمع للاخر اسمع للاخر اسمع للاخر اسمع للاخر مش عارفته جاني فيستو 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 او ده عمر اللي انت وصك فيه عمر يبني شايفان ماشا انا عمري مبيع الراجل ده انت رجل محزوز والله على العظيم محزوز والله على العظيم محزوز انت طالع كذبان شد اول 300 ومت لفر لا السيتي اسمع للاخر مات المحزوز اذا انت التوقعات خلتك قد كدالة هنروح المركز اخير اوامر مبيع الراجل اخو يا وحيات رادينا اسمعه انت جزء او غد بس انا نحاول مكترتي بالكلام لا تقعد اشتهري لأنه كلام من الناس خسروا طب انا عندي سؤال تعرف بقى من الهيه ياسطح ياسطح لحمد كمال ياسطح 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 اسمعلي انا عندي سؤال انا غلط فيك اكلمتك بعد المطسا لا دايما بعد ننورني نايمتك انا مكلمتك عن المطسا اصلا انا عاستل سؤال سر العداء هنا انا فهمه ايو ايه سر العداء هنا معرفش هو اللي فتح هداوة رجل حقاني هيشوف المطس الرجل طلع في تحليله شكر فينا وكبر فينا شوه بقى رجل حقاني اه ياه 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 100000 سبسكرايبر وشوه للدنيا مولع اي حد يوصل 100000 حقاني لا ودخل علمية وعشرة والدنيا اه حقاني ده اللي حقاني والله انا رجل حقاني ايبا اه كان ايبا كان الدنيا كنت هفضل خمسين الف بالضبط ده بخص ده بخص الحق عادت ده بخص الحق ده بخص الحق انا جبت المنية 1000 انت كده رجل حقاني اه طب انت كده مليون كده ايه بقى تخيل بقى طيب ازاي تخيل مدى ده سر التدليل نفسي مليون ده خيل الله مش مش كده مبروك يا عم التلات وقت جيتلك في مرعبك بعد بعد امت طويلا بكلمت بلغتك شان تفهم خلاص واتكلم هو هو حقا الله يعني انت بعبعت كتير لا والحلقة اللي غبتك يا جب شيرت بس طيب لا بسأل سؤال سؤال وقالي هكسابه وقلت طيبين قادر ان هو يقفت اسأل سؤال قبل ما نخش في الحلقة بسرع حصل الفرقة الوحيدة اللي في التوب سيكس لعبتك نوتشين بأمانت الله وكنت حس ان هو ههو نده بنا السناء دي بأممت ربنا باقول له منشستر سيتس لا لكن مجبس الكلام دة لا ولكن كانت سيتس لا بقول له اي حال في التوب سيكس قول بأمانة بقول لك قدام جمهورك بأمانة في التوب سيكس بأكلم عن التوب سيكس ليعم التوب سيكس تمام اليمتة بـ متستعباتش أنا في التوب سيكس ما كان طوب فور بس حشر نفسك ما طوب سيكس ده اصلا؟ الستة الكبار معيش اقولك من الستة الكبار؟ استانه بس عشان نحسب بس الجلد ارسنال ليفر بول سيتي يونايتد شيلسي مين تاني؟ دوكينا طوب سيكس خمسة؟ ايوه سرعة تقطعة يا باش او أستنبل او نوتنجام على الاقل معات شامبيونز ليج طب يا عم ده راجل وصل فينال فيه نوتنجام معات نينشاب وهو وصل فينال احسنته واحدة؟ في الستة دول حصيت انه بيلعب علي مباراة رخمة هو انت بروابو عليك انبساط خدتك ثلاثة على بلعبك مش مش نلط كان اعايتك ان اخر عشر دقائق وحيات ربنا كان اعايتك ماذا بعد؟ حصك اخر الكورة دي لو كانت دخلت اقسم باللجن زبالك دلوقت كل الزطة اللي انت دخلتها دي مش دعمين بقولك ايه لو اخد الدوري انت هتغطع شرائنك نعم وبالزبائي ما اخدوا منك يعني اخدوا على جثتك استخدوا بقى نداء لأخوي احمق كمال مش ننفى انقذ عالم انقذ دا انا انقذ بقى انا بغنق انشاء الله انشاء الله هيا ممكن مججر من دا لا يا عامس هي مججر من دا اوعد ولك اسجاستو ارسنال هيا بتيجي من القريب تخططون حاجة دا دا اوه كان اوه كان اوه اوه كان اوه كان اوه بس يعني اه والله يا شكرا تحصل من احمد كمال وعلى احمد كمال كل يوم بيكلمني بيأكد لي يا باش انتو هتكسبوا الدوري كل انت بتخيل احمد كمال بجد والله العظيم كل يوم يكلمني يقول لي طب يا باش افتكر ريال مدريد دا تكسب وعلى فكرة اقال لي كده في السنة مدريد اللي كسبتها والسنة دي بيأكد لي ان كل يوم ارسنال تكسب سهلك سؤالي دلوقتي دلوقتي تخسر تسعدش تشامبينز ليج ولا ارسنال يكسب بيقول لك هولع نفسي بجاز ايه دي ايه دا بص بص هيولع في نفسه بجاز اوه ارسنال تكسب طب ماذا يحدث؟ انا عندي اربعة مرقون في حياتي بالشكل فانت متخالق اعملو في ايه؟ خلينا اسأل طبعي ارسنال فازة بالدوري لا مش دي مش حالي تسمع بس معي مش معي الاخر يا سيدي امش معي الاخر ارسنال فازة بالدوري ليلة التتويق اين ستكون؟ لن اكون متوقع دي انسان اطلع اصحة للشمالي اوه اطلع اصحة للشمالي انا حسك برعوب بيدي افتلنت الولو اخذب بله انا منعوب فشنا اهههههههههههههة اشتو الفأي الخليص stood طبعا بيدي لا لا ان شاء الله25 خمسة كاف كدا أخوة صن حط جوان في نفسك وجل جل كل وبص الجنل عليهم ليفوا وارزحها في الهاتف خارئ لا لا ان شاء الله ده مش هكثر قد يكون ده جزء من اللا هتشوفوه في الحلقة في حادث عازم الدوري الإنجليزي عن دوري الأبطال عن الزهام في مباراة تمكتنونة انت يا اخوي يا مأموني عليك لكن فعلا الفعلا ما يجيش غلب القريب هو الودة قريب ايه يا ابن انا مكلمتكش اصلا اقول لك انا حاجة اكسم بالله لكلمت يوم المطش ولا قلت له اي حاجة اسمع اسمع ما اعرفش يا عم انا ما اعرفش اصلا كل مرة اطلع ما اعرف اي حلقة والودة يكون موجود يوم عامل ايه يفضلوا لي تعالى نتكلم تبتين ويادي شدني باشك وهنا بقى ايه احوية كوية اول ما يتلع يا عمد ايه يعمل يعمل ايه يعمل حركات انا من الكوترات انا مكومشي انت اكتر حاجة جائعة كومنتات عن الريل اللي نزل عدي على البطش لا الناس من بره ايه يوتيوب دول خلاص لحبوك وانت واحد من العيلة فايه ناس متعطفة معكم شفتوه الريل بقى ايه الهبل ايه طبعا اطالب الناس يخش شئر على الكمنتات الناس كلها داخل الدفع عني لان انا محترم وانت جاي علي انا محترم بره انت محترم بره نطاق كرة القدم حبيبي احنا عدقتنا بره عامل ازاي كلنا كلنا صحاب بره 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 ساعة ثلاثة في موعدها ان شاء الله ممكن اكون غايب دي حاجة احرق هلوم ان شاء الله في الحلقة ان شاء الله ان شاء الله نتكلم فيها فتحت معي ان شاء الله هيفشل هيفشل في مهمته لكم المهمة في الحلقة من انتقل الحلقة يا جماعة الانستجرام متابعيننا على كل المنصات كل البراويز متاحة الان بالاضافة الى هلن بالاضافة الى رودريجو عشان نشوف المبيعات ونشوف نعبة المبيعات لها النسخة الجابة حلية فأقول لنا يا جماعة لأفكار من اللي بتشوفوها ننفذها ان شاء الله في الانستجرام وموجودة دلوقت يا جماعة بخصم جبير جدا اول طبعة موجودة طبعات الجاية هتغلق كل حاجة بتغلق عشان تغالي تلغالي يا لأ الودا بيترعب بالكلام فعلا الودا طيب وعلنياته بس دا بيترعب بالكلام الودا مسالك يعني شوف وغلبانه وهيموت ويكسب الدولة هتخسر يا لأ مش طيب انت بتتعني تعرض لأ بس شو طيب لا لا الودا مش طيب انا بحب شو جدا انا بحب شو جدا يعني مش طيب لا انا مش هزدها بتايم يعني انا مارك مش طيب الحالة اللي جاية عنده تعتذر شوف انا عميلتك يا باشا يا باشا انا بعمله شاي بيدي انت هتزله لا لا انا هنوصل للزل لا يا باشا بسمعت له ان انا بسمعت له ان انا بحترم انزل بتتري موسيقى اولا بكم رزيع في حلقة جديدة من حلقات بودكاست رزع الجمور اللي بياتيكم كل جمعة ال pity شوف الصدفة بدها شجل ماعليش إن شاء الله هتصعى العام ما يأخدش الدورة يى اية أي دا إن شاء الله هتاخد الدورة يا صاحبي عشان لااصعد لو هذه اللغة هتاخل الدورة تخويا. تخوي احنا ضرب عاليا ب Exodus ع Amelia نحن ينكمل الـ احنا نكمل للمسلم اللي جاية المانت Bearc عدنا البقر عدنا مشفصلات يستخدم نبارك buy تجيلي اخواتنا الزبي لكلaggio بوصلهم الى نهاية الEEEE انا نقوصلت يا أبوك يا سيدة يا أبوك يا سيدة شوف الدنيا حلوة الزجاج يا سيدة مصري يا مبروك يا سيدة إن شاء الله للنهاج الأهلي اللي وصولوا الناهية يا أفريط يا لا معلش التحية دي مش غير التحية دي بقى أنا هلاوي طبعا أتحك عليك تحي تفضل تحي تحي تتدرس السلم عليهم ليه مبوك يا سيدة تصد يا بقى وحشة بقى إننا كنت فرحاني تصد يا بقى شجع بقى انتوا بتلابوا مين؟ نحن البركان الناس كلها عملة تقولك السوبر ما بين الأهلي والزمالك هتتفاجئ إنه سوبر بركان ففجأة بصراحة مبارك للناس يا عم أنا نفسي الساحكشة بالزمالك في السوبر الأفريق نفسك تكسر بالزمالك في السوبر الأفريق رايح يام عشان الجو مريح مبروك الجمهور الأهلي مبروك الجمهور الأهلي ونحب نوجه لكم السلام هتططع مبروك يا عم مبروك يا عم دك واحدة حلوة هتكسابه يا عم حسيت واحدة دي هتأبح لا يا عم أخي الوحي عند الأهلي يقوم بص دوس على الوش مبروك يا عم أخي مبروك يا عم أخي مبروك يا عم أخي مبروك يا عم أخي مرحبا مبروك يا عم أخي مرحبا مبروك يا عم أخي مارك بيكون عدوات مع جمهور برشلونة كل يوم عن يوم اللي أبقى بس انت لما انت قويمت الناس عليها حصان ايه مش الناس ويفت معي بسرع والله انو الناس ويفت معي بس اقول لك مارك عبداللوغة عنده عدوات مع جمهور برشلونة جمهور ارسنات جمهور باريس نحن عطينه مستوات لا وعنده جمهور باريس جمهور باريس ما تفهمش ليه العدوات خلقت مبلغ فاجأة جمهور كروسونت تزين من كل حيث المناس في العالم كل المصيريين كل المصيريين التي اتولدوا على بوردي ايفر يعني هو الذي بيدرمها الكوائية انا عم تراته اثنين انت لم يحاسين انت اكسب التلاته اصفر مبروك المهم نبتدي نهاب الدنيا ت plyم مع الدور الابطال ولا ناخد دور انجليزي لا اخد دور الانجليزي هتنحب الاقول الدور الانجليزي نبتدي في الدور الانجليزي أظن وانا هرجع له ازعني وانا كنت عايز اريده ازعني بليه الان تاعيم مني بأن اصبحتك في ربع ساعة لا ممكن يبتدي في بدور الانجليزي وبعد اني بقي نخش على دور الابطال وبعد اني بقي نربع نرى تاني هو بمبلعة الحلقة انهارت ماشي بام booming من علمنا لان انت تتاتي كانت لوبة دية كانت لوبة كانت لوبة دى ما عرفت عن عشوين كانت لوبة كانت لوبة منطبي عليا انا صبيت 에�струк público 急وب كانت لوبة كانت لوبة يعجب كانت لوبة منطلي شمعات wal س PETA بتكيش علي بتكيش علي وصلت شهرت بالألوص تخيلوا عنه واي واي نوات جديد دخل لأ النهاردة عانيه مشيك اللي انت عايزه عاما انا راجل نفسي راضية وطمامه ولذيذة وانا عاما عنديش ايه مش خلال انتك سبت حقك عاما تفرح وتنبس بس احذر لا السنك بما نتفرح اليوم اليوم اللي هكسب فيه لما بقى طيب هسحقت وان يير وان يير نوتوك وان يير ما قالك مش عاما تكسب ينشع ملكة ينشع ملكة يشعي هذا كله يقتحصل على الادامو وهي أبدا هناها�anna عبدا ثاني ليست السبع Blood لا نن种 ثاني من زى vị ثاني ليس ثاني الملعب الجديد الذي ما فتحوه لم احسرت بدءというrada ويجاجعه اخر سنتين على الدولة ملعبي على ملعب لندن هل معلومة خاطئة؟ معلومة صحيحة خلاص خلينا نكمل بمن انت فتحت القصة نكمل دا وليس طبعا نبتدي نكمل دا وليس سألك سؤال جو دايما بيسأله ماذا حدث؟ مع اي فده مع اي انشاء حصله يا حدث احكي طب والله العظيم هنسة كل السف خلاص وقت وعيد اكلم بجد ماذا حدث؟ احنا اتخطفنا في الاول الجون وبعدين احنا ملح وبعدين روحنا بكورتين واحدة هدخل الجون تحسبت اوف سايد مع ان الانبولة بتاع الجابري هي انا احترام انا مش بتكلم ان هي اوف سايد انا بتكلم ان كورة زي دي عشان برضو انت تبقى فاهم الفار في لعبة كده بمعنى ايه ان الموضوع بيبقى عبارة عن نقطة انت بتحطها تمام؟ بتبقى في الجهاز وفي الانبولة اللي بيجيبوها بتبقى انت الحكم او الراجل اللي مع الحكم بيحط نقطة في حتة بالماوس وبيحط النقطة التالية بالحتة مش بيرسل الخط بياخدوا من كاميرتين انا مش رحلك بجد بالزبط بيحصلين الكاميرا اللي في النص والكاميرا الوف رايت او الوف لافت فانت ممكن تحط ميلي زيادة او ميلي ناوس فالتالى الكرة تطلع اوف سايد او لا انا كاميرا مش شايفة اوف سايد يا عم الكرة تحسبت اوف سايد اعادي عم حظي وحش وجبت الكرة في العرضة ويعطيت الكرة بتاعت صون الانفراد فطبعا كل ده قد ان انت نتاشة التن فالتالت صدفة برضو الجن السيت بيس اللي تلعبت اصد يعني لست امعها اقول لك مش قصد صدفة ده مش قصد صدفة من نوم انا اوحش في السيت بيس انا متميز الجن اول ايه انت متميز فيه انت الان جدا لا معلش ايه المتميز انت ما تقولش حاجة تفزيني والله العظيم انا تحركاتي في منطقة الجزاء خطيرة جدا يعني انت التعرقاتي خلت هو يبرجى يليفو وحطته في نفسه ايوا بن وايت لو تشوفه بيعمل ايه في كل في احسن ترسيمتكلم مانا اقولك على حاجة مانا اشرحه ماشي ما هو انت بتقوله صح انت بتقوله انه يبني الغلوشه اللي بتحصل احنا بنعمل طريق غلوشه مدروسه بن وايت لو كانوا في الجون مش بيخليه شاف اي حاجة مع التصوص المستقبل اللعيبة اللي بتطلع خلت فيه انا مش بقول لك ان احنا جبناك جون اه انت اللي جابت جون في نفسك بس من توطرك ان دي ضرب الجزاء مش ركني انا ركنياتي لما بتيجي احنا بنحتفل انت عارف ده و جبت منها انا اكتر فريم سجل فت انا اكتر فريم سجل بس حمر زورة الكور لا في تاريخ الدوري الانجليزي ما فيش وصل حد بالرقم 16 جون من ركنيات ده ده رقم تاريخي فانت بتتكلم على قوة خارقة فارسنل بنستخدمها فهي مش صدفة فلا ده حاجات مبنية مارك اشتغلنا عليها وانت وقعت فيها انت ضيعتك الراجل اسمه نيكو اه اللي هو الاسباني اسمه نيكو ايه ريكو باي نيكو حاجر نيكو حاجر اه نيكو لا اه ممش فهو بخلي الفرقة بتلعب كورنارات حلو جدا بس ده مش معناه من الجولي الاول يطلع الان هو اطلع الان هو يطلع يحطه في نفسه عادي جدا يعني بعدين نسيبك يعمل من دائق انا اصلا مضيع يعني انت بس قدام السيتي لو انت عادت تتكلم كورا ننسيبك ان دي توتنام او السيتي او ليفر بول او اي حد انت لعبه انت لو بتتكلم كورا الفريق الوحيد في التوب سيكس السنالي اللي لعب ماتشين قدام توتنام كان بيزنقهم وماتش رايح جاي فعلا توتنام مش اي فرقة تانية انت حتى السيتي مكانش عارف يهاجمك كنه طب ليه ما تقولش ان ارتدته هو اللي عايزك تعمل كده مارك انا كده كده بلعب جيد مفتوح سواء بلعب قدام ارسنال او بلعب قدام السيتي او بلعب قدام حد اي حد انا بلعب هاي لعب احنا كنا مسلمين انك تعمل ده 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 كان باين جدا انه مش باصلت مش فرقة يا مرهون احنا كده كده بنلعب كده قدام اي حد ماشي طب انا لعب تعالى خطة لازم تيجي اوضتها لازم تيجي اوضتها هي يعني انت ارسنال الجونة التانية التعساكة هجمة مرتدة منظمة وانا شفتها ابلي كده ايش بتكلم على جونساكة كده 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 مهم ايه سينا بتكلم فيه اني سوي احنا بنلعب ارسنال او اي حد في الدوري اسمي يا فكر ايه جونساكة بيا بيا ايه جونساكة والواضحة حلواوي حطاها حلوا جدا ساكن انت كنت بتتكلم عليه اوحش كلام لا 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 ما كنتش بتتكلم عليه اوحش كلام انا بتتكلم عليه اسوأ كلام طيب وكل بالمر احسن منه بالاركاو يعني كل بالمر احسن من ساكة وحط صورة كل بالمر ورا بعد اذن بعد اذن طب ما تتمسح فحد من عندك يا عملا بشمال يعني انت دخلت يمين لندن كده شمال لندن انا لو دخلت شمال لندن انا عندي سن كده 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 بجد شنكار سن احسن من ساكة طيب انا بكلمك بالوقتي في الساكة عملك واسأل اي حد قاعد ورا الكاميرا ما تقرش ما تقرش ارجع برا اسأل اي حد اسألو يا عملا انا بقولك اكيد مش هنكرن ساكة بسن بالعمل حد الوقتي ماشي بس الساكة لسا اللي قدام استقبل لا اتعادلين اخلت شمال لندن اقولت لك ده لنش خرش شمال اه هو ده اللي انت مؤماسكو يا عملك لا هو اكيدا ان صن اتبحكيلي عالي ساكة عاملوا فيك لا اطب ترى خريا ما انت هيحكي انا استعلم مين بقى اتعلم مين بقى اتعلم مين بقى اتعلم مين بقى عنده مودري我觉得 لا ايه امسك العقل يا ام مودريع عنده عليم كوبري خالق من عليم كوبري اول ايه مودريع خاد معكو دوري يعني ولا كاس وله وانا سوبر هو انا بس عندي ايه عندي شويا هو انتواخد بطوله يعني ايه واخد تكتيه معنى بطولو حاجة و بتاعه والله زبا والله زبا حاجة معانك اتنين دوري اه يعمل ان في التعليفينات الفستينيات ماشا معانك مودريع لانا بس بس وقعد معنا كده معنا اجمالشامبيونز والدوري للنجهزين ونجمل مسايا والشامبيونز ومعنا نجمل السيكسي فوكبرو إنفلز من الدوريا والآن أجمال معنا كده يعني انت معك اتنين دوري وفاينال تشامبيونز واودي كب حتى كانوا مش كمين مكسموا سنة وسنة دي يعني هامل حاجة في اوروبا معيد دوري إنفلز، انت بقي لي في اوروبا؟ وطمماشي الراهوبي قلي انت معكش حاجة في اوروبا وطلق مندي يعني بيدور لك مالعش في انجلترا معاك ترتاشر داوري واكتر واحد كاسب الكاس في انجلترا واكتر واحد كاسبان في لندن واخد انفينسيبل وعشرين سوبر يعني ماتكلم انهم كتير يعني اه شيز سوبر عندك لب سوبر عنده لب اسمع بالي بد التعبير مجازي اه يعني اقول كتير يا في الدولب عشان بس ايه القصة دي كلها انا ساكا اعمل عجامل جدا يا رب انا اكترى حق الله كل بالمر احسن منه اشغل الراجل دا والراجل دا تلعوا صافوا عليها لما قلت كل بالمر احسن اول خمس جولات في الموسى وكده كده كل حاجة متصورة ممكن نزلهاك انا عسيت فعليك تاني لا انت تشوف اللي انت تشوفه نلعب في تشيلسي فرقة مجابتش كورنارين السنة دي وجاي باركام احسن من السجقة بلعب في فرقة متكاملة بتنفز على الدول عشان احنا بنلعب في فرقة متكاملة فيها بنا ادمين بتتوزع على هداف عليهم كلهم وهي منظومة ناكحة بتنفس على الدول مش واحد بلعب في المركز التاسع فمفيش ضغط علي مش حد محترمني اصلا انت بتغرم بتتكلم على الاتنين لعيبة اه ممكن الاتنين بيلعبوا وينج بس واحد بيلعب وينج في انسايد ان بيدخل لجوه العمك وبتاع واحد بيلعب دائما فتح على الخط بستايل انت لو عايز تجي النهاردة تكرن سكا والسبات يا عم سكا ده بيقدم ده بقى لو كارن سكا لو انت عايز تكرن سكا ولا فودن حتى فودن بيلعب انسايد لا بالعكس انت ممكن انت تكرن فودن ببالمر يعني تعالى اقول لي النهاردة فودن ولا بالمر لا بالعكس اقول لي فودن ولا بالمر اقول لي اتنين بيلعبوا نفس الفكرة هروح لفودن طب بعدين هو اي حد بيدخل الحز بقولنا سكا ورودريجو ماشي بتاعه وفيها نغش بس خلاص مش تدخل لنا بقى بالمر لا بس هو بالمر لا بس بصراحة لا 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 ثانية واحدة اصلا مش عارف مين يدخل المكرمة من سكا ورودريجو دي هو انا انت دايما عامل حوارات والله العظيم هو ده السبب الموضوع كبر لدرجة ان انا اقسم بالله انا لقيت فيديو نازل في سكا ورودريجو سكا ورودريجو والمصحب الشريف الحمد لله اتفرجوا عنها كل مبوعة انجلترا بيتكلموا على سكا ورودريجو الموضوع ده غريب مدد لا 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 ده حاجة احنا باشا الحال فكرة بتبتدي من الترابيز والصفرة هو احنا بنهزر احنا بنهزر والله ما حبك والله ما حبك بصو حبيتك او التواقع والله صدت انا فاختري في الحلقات اللي فاتة اه لا ايه 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 انت بتجداش مدفقة في النعين والقارين وهنا وش رابس والله احبط رابس كل حاجة جنت بتقفلي لا 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 ثانية واحدة انت باير ان ارسنل ده مش هيتنسي وكده وكده ايه يا اه الحمد لله انت بتشكرني ايه رعيكم في اللي حصل انت بقى شايفين اللي حصل ده فعلا ايمان ان ارسنل يا جماعة السعينية مختلف ارسنل يعني بص بش اقولك بحاجة انا بالنسباني انا مؤمن بيها انا انا بشوف انه حتى وان ما كانش مكتوب للارسنل ياخد الدوري لانه ماتشاستر سيتي ليه هم ماتشاة اعلى يعني عدد ماتشاة اكتر فرق ماتشاة لو كسبوا الاربع ماتشاة خدوا الدوري حتى انتوا كسبتوا التلاتة اللي زعصين عندهم بس هل ده يقول او يمنع انه ارسنل افضل فرقة في الدور الانجليزي السنادي؟ لا انا بالنسباني حتى وانتوا مكسبتوش الدور السنادي ارسنل افضل من الماتشاستر سيتي بكتير وفرقة متكاملة وفرقة تستحق الفوز بالدوري العوامل ما سعدتكش ماشي حكا هو ده صعبك لكن بس فانا بالنسباني الارسنل هو فرقة متكاملة من كل العناصر وحتى دور الانجليزي بس يعني انت كنت في دور الابطال قدام البايرد تستحق الصعود انا مبسوط زهابا وقيابا عادي مفيش مشكلة بس اه اللي فرقة معك في دور الابطال الخبرة انت وقعت فرقة زي قصد البايرد عارفت تخلص الجيم لكن انت في الدور الانجليزي انت عامل شول كويس جدا وعمل حالة وعمل منظومة قوية جدا ويسيبك من السف اللي بتعمل على ساكا اه ساكا رعيب كويس جدا الموسم ده في الدور الانجليزي وفي الموسم الماضية يا عامي الله عشان ما نزعلش ولكن انا عارف ان هو يبقى محزن لجمهور الارسنال لو الشكل ده كله ماخلصش بالتطويق بالدور الانجليزي هيبقى محزن يا عمر بس صدقني ان انا فخور جدا وحيات ربنا يا ناولوسم بس صدقني الناس مبسوطة وده عجبني جدا عجبني فكرة ان انا بنافس لحد اخر ماتش عجبني جدا ارسنال الجديد بتاعنا مش هقع سالة اللي فترة انت وقعت في اختبار كريت انه هاردة انت بتقع في اختبارات سعبة جدا خسرت أسطن فيلا خسرت الباير انا بصراحة توقعت ان انت بعد أسطن فيلا وباير هتكر الدنيا هتكر لانه ده كان المعتاد دائمان جديد جدا بس سنة شايفة ده تغير مش من السنة ده غير من السنة اللي فتت بس السنة فتت وقعنا كل سنة بتزيد خبرة السنة دي لما جيت لك في اول الدور ويطل لك العيال حاس انه شرب الدرسة ايلا انا كنت متوقع توتنهم يضايقك وانا كمان طبعا وفي الشوت الاول هو احسن منك بكتير بس انت بقيت تعدي بمشات دي والشوت التاني هو احسن دي نوته صح انت بتعرف تكسل اه تشيلسي كانت احسن مني في الستانفور بريدج وخدت منها نوته يونيتد عملت معها ماتش صعبة جدا وديكلم رايز جاب جوم في اخر ديها انت بتعرف حاليا تكسل اناكد واعرف اخد اللي انا عايزه من الماتش وده واصل لي ارتيتا اللي يلعب قدام توتنهم باسلوب كان موضوع واضح وصريح قدام السيتي لعب باسلوب مختلف تماما قدام ليفر بول لعب باسلوب فبحيس انه عنده تنوع يا جماعة بشكل جديد وغير التنوع على الفكرة بالنسبالي ودائما كان جو بيقول الجملة دي لما يجي الكلمة على بريس سان جيمين هو فكرة المشروع ان انت ارسنال فيه هوية فيه ايدنتي فيه مشروع باين عشان كده لما كانت الناس في الاول بتقولك ارتيتا قوت ويمشي وبتاع الناس صبرت عليه واذا درى دعمته وان هو فضل ودعم والدنيا مشت فهو اريدي فيه مشروع تختلف او تتطفق هو فيه مشروع فده في حد ذاته كويس انك تبني عليه بس فده اهم حاجة هاي كلم جميل كله جميل انا كدفها محاسب او لا انا محاسب انا بتقيت لك محاسب انا تحبطيك بس انا انا عيليت معاي اواج وفا فانا عايز اخد رأيك في الموضوع ده هل تؤيدني ان انا اطلع افكر اطلع اللي بحاول اعملها دي لان انا هموت ومش عايز افاول الفرصة بس 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 اهدي لك من خبراتي السابق انا عيليت معاي قوي بس انت خبراتك معاك كتير مع سيتي بس السيتي انت خبراتك معاك مكانش سيتي ده يعني السيتي ده السندي وعام بمشان كتير جديد غاية ربينا الرجل ده بيقول كلام زي في فلا جمعه انت عشان تمسك مثل الجم تادمك one لا لا يعني قدام نوتنجام بطبع طبعا السيتي كان هيخسر اوه اوه تشبت التاني اوه ارجع افكركم بحاجة في الدور اللي كنا بنفس فيه اللي قلس فرق نقطة اللي كنا في قريك شريت من حط لستر لستر سيتي لستر سيتي كان بيلائب لستر كانوا مثل الزفت هنا تشريح باتنين انفراد ضيحهم اه وكمبني شط واحدة بيقولوله ما تشوتش اه ما تشوتش امشايت راحت في الزغلول في المقص زغرتت تمام؟ فانا بقولك انها هدفع كتير اهوه اسمع بس اسمع متعشمش نعم انت بقى لك سيديدهيبا للموسيب التانى اتقول انك بتنافس ده بره الموسيب بقى لقى سنتين متعشمش انه بس ده اللي عايز اوصله لك اه 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 بس باشا خسران من اسطن فيلا لغاية اديها 75 اتنين صفر الدوري في جيبي انا فاكر اتنين صفر ده الدوري يجي خلاص انا كنت موت طول وصفه تمام؟ يرجع ثلاثة اتنين انا فاكر الراكشن ده كنا عدين سبعة اتنين او رياكشت صورة اوبا تصورش الراكشن بقى يرجع ثلاثة اتنين انت متخائفة نزل جندجان بس هورا ما جندجان في الشارع قال له خد انزل جندجان نزل خلاص للماتش ثلاثة اتنين بس السنة دي فش جندجان المشاكل الدفاعية في دي بروين والمعاضيات مختلفة ماشا هو وهلند مش شغال ماشا هو كل مرة بص كل مرة بجوارديولا عنده حاجة قوية جدا ودي الحاجة اللي هي اللي دايما هفضل اقوله على جوارديولا والفكرة منافسة جوارديولا يا جماعة في اي دوري في العالم مستحيلة جوارديولا لها اربعتاشر دوري في حياته خسر ثلاثة كسب حداشر وخسر ثلاثة واحد قدام كونتي واحد قدام كلوب واحد قدام موريني تتكلم خسر ثلاثة قدام عتاولا تمام؟ ثلاثة رجل بيحط على اي دوري هو ملك بالزبط فانت النهاردة بتتكلم على جوارديولا وبعدين بقى خلي بقى لك انت جاي الجوارديولا تعرف لو جوارديولا مكمل في الابطال؟ مو خهد مش فضل لا كنت هقوللك بالنسبة له هيخرج خلاص ببطولة هايقولك امان في بطولة معي هو المرة دي محندوش غير البطولة دي هابو كاسم للكرس لا ده الكاس ده بي بسأس أبيب وقسمات في الشاي كده ده بيحط بي بيجيب بي هتبلك كسبة هاتعملي هاتعملي هايدي مشكلتك لا الكاس بالنلبجة الجوارديولا في سنة ياخد في اكاس ده بالنسبة له فشل ده فشل ده هايزرع يا نيتي مشوق هايزرع هوا عامنا بالمناسبة فى كلام فى كلام ان الموسم الجاي قد يكون الاخير الجوارديولا تموا يخلوها الموسم ده لا مخلص أهم كمدأ الموسم الجاي قد يكون الاخير للمستر تشافي ربط انت اذا ما عاست ربطه يربي يا ربي يسلم هاي قولك ايه لو كلاب بقى راح مميد ألقاط الكلاسيكو ألقاط الكلاسيكو وإحنا مليش دعم القرارة يا تغوروا من وشنا بس الخوف بعد ما يمشي برضو تخسروا الدواء الخوف من الجاي بشال بعد كده انت من البستجوب انت في أي حالك تباشي راح اللي أنا بس عايزة أقوله على اللي أنا بس عايزة أقوله على توتنام توتنام لعبوا مطش حلو فعلا بس توتنام عندهم مشكلة السنة دي متكررة في أوقات بتبقى في المطش محتاج ان انت تنزل على الأرض الرجل بوستيكوجلو ده دايما انطاير بهم ودايما ودعم بالمناسبة ده الخوف اللي بالنسبة لي عند مدارب ليبر بول فكرة ان انت عايز تطبق أفكارك مهما ان كان الخصم اللي قدامك ده حلو بس في أوقات دور الإنجليزي هيعلمه أه ما أنا بقولك في أوقات السنة الجاية مطلتش في أوقات والتاني هيجي يفتح سدر أول سنة اه ما أنا بقولك انت محتاج انك توزن العقل كده وتنزل تلعب جيم زي ما بيقولوا كده ده دي الخبرة اللي ارتيتا كسبها ارتيتا كسب ان انا فيه مطشاط مش لازم علعب بس لازم اكسب لازم اكسب لازم اكسب فالنهاردة بوستيكوجلو نازل كل مطشاط انا عايز اطبق أفكاري فيه مطشاط مش لازم تطبق أفكارك قدم انت جورديولا نفسه يا جماعة لما جالوا في وقت لما بيلاعب كلوب ليفر بول بيرجع وقت لا انا هيجي هقف انا مش هلعبك كرة اللي انت عايزني علعبها لك فهي دي الفكرة بتاع بوستيكوجلو ودي الغلطة يمكن اللي اغلطها مع متن سيبك غير مطش ارسنر في مطشاط كتيرا في مطشاط كتيرا فدي غلطة وبيفتح وبيشيل سكور لا وممكن يلبس وممكن يلبس وقبل ما يرجع مطشو نيكسل ده كان فيه حاجة غريبة في المطش لا 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 اصدق يا مارك انك سعب تلبس جوان وبتبق انت مضطر ترجع وبتبق انت مضطر انك يبق انت اللي بتجري ورا النتيجة وبتحاول وتخسر في الاخر فرق جول تعرف لو كان لعب قدما ارسل بطريقة مختلفة كان ممكن نفس الطريقة دي قدام ارسل قدام ارسل بالذات لو كلنا نعيدنا بقى اي طريقة غير دي كان عمارش هيبقى اصعب كتير ارسل انا مش باتكلم انا مش باتكلم ان الطريقة تكون انك تنت اما فتح الملع لا في طريقة انت قدمت شلسي يابني بيلعب بتسعة لعبه ايوا مليكا بمشكلة ايوه ايوه هل مدلب اقولك اكرنه بقى في ليفر بول لما لعبك كونتا بتسعة ليفر بول امن في لقطة كده انا بقى لعب تسعة لا انا لازم احتاج ان ارجعه في قدامه خلاص انا مش ينفع هاجم اعلم مين عمل كده؟ ارتبت ارتبت على فكرة اول مجلس سنة اللي فاتت احنا فتاة احنا اخطوطنا قدام السنة تيكي 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 في السنة دي عملت ايه؟ انا مش عايز بيديك نقطة واكسبك في الامارات على اخر دي ام واحدة مقفلة بتاع عرفتها لعبه ازاي اتعلمت فانا حسيت ان لا بوستوكوجل المشروع رائع رائع بس هو لو متعلمش لا هيتعلم مليون في المية هيتدى يتعود على الدورة الانجليزية هيتاقلم السنة الجاية المشروع ده فعلا هيبقى خطير بسراحة انا فهلا انت صح هو كده كده طبيعي يتعلم انا من نسبالي اول سنة دور انجليزي مش لبوستوكولو الفرقة فيها ست سبع لعبه اول سنة دور انجليزي فرقة دي لو كملت مع المدرب ده مع شوية تدعيمات الازم طبعا انت بحتاج موينجات وفرقة بخط اللي قدام محتاج لعبه كده تدعيمات وانت لو دخلتش شامبينز لا هيحصل تدعيمات كده كده تدعيمات الازم وثم توتنا مثلا اسكية في الصفقات يعني توتنا من الفرق الزكية التامن صفقات زكية يعني هم اسكية في الصفقات ويبالك المدرب الكويس هو انت سنة دي انترات شامبينزي لا ما لا تتعلمش هاي حاجة بس اخلي بالك سوراجو هو ما بيروحش على العيب مش هيروح مثلا زي ارسلن والتشيلسي والسادي كل ده اعلى دي كلام رايز انت اصلا متعرفوش لعيب في دا وزي بطريق ودوجي لا قصدي يعني ما روحت جبته وبيسومة يعني الابسار ده كان هيمشي اساسي وقالك ليه يمشي ده قطر لعيب مناسب لخطتي لا لا الان دي ده كل الناس دي قادم كل الناس دي قادم ارجع لموضوعنا واقول للجمهور بصراحة عشان انت ربوش فاهمين من الكلام انا طلع في دماغي كل ده مش فاهمين كلا علي اروح يا امر اروح اخضر له ومطش لا مهروس بس انت لو حضره وخسره انت هتشيلها راسل ومانا تقول انا مال trabalho ومانا مال لا و Verse لا انت مالي الا انت بستحع مصر في الكاميرون وش معنا لما مصد جitherب عادش كاب سري والتستمع الاهلي ومانا لما الاهلي كسب عادش كابسري بسق امره حانت روحت لا انت روحت يا حبيبي فينالات والاهلي وكسبنا امرو الزمال ضمني مكسب الزمالر كنفترالية انت اللي مكاسبه انت هت بل انا اللي مخسر ده يبقى ايها في المكسب ايه اشوف اللي احب صحك نصيحة لوجه الله لو رحت والارسنل راحت دوري لأ هتتشيلها انت هتشيلها راسمي انا جمهور الارسنل اللي علي هتشيلها انت خير جمهور الستوتي الميزيكوية دول الودي لازم ينتقل انا هقولوك على حاجة عشان بس تستفز زيت انا انا تمنىك لو رحت ترجع موسوط انا لو رحت بإذن الله انا لسه ملاقبش اي حاجة بس ايه قد تشاهدني بكرة على انستجرام ممكن اعملك مفاجأة يعني بكرة سابت المتاب شو ما غيره طريق المدرسة عايز اطلع طلع يعني لو طلعت اطلع اشكر هذا الجيل اشكرهم بجد والله العظيم الجيل مين الجيل الانستوتي بقولك ايه ده بيمهد الخسار اللي هو لو خسره انا بقى اشكر انا طلع اشكر لا انا مقامن بس انا رايح اشكرهم تخير بقى انا خايف تعمل حاجة تانية غير الشكر ممكن اه سابتين اه يعني لا انا عايزك بطش بورد موسكال زبانة اللي باتت تخيل مراوان لو سافر ان شاء الله وقعد في الملعب وينادي على ساكا يقول له مايسان لا انت مشوفتش في كاس العلم ولا ايه ما شوفتي عام خط الان لأ وساكا سيمو اه قدت له البريس هانطولي الكلب مانسنين يبقى اشكا سيمو ا любällt شاكم ايه ادي بابا لو حد بيتفرج علينا يجب انه يتبرع علي، التذكرة على أن تهيته مستر ديين يتفرج علينا عشي الكبور يرينت لو حد أعدي سيزان تيكيت يقولي خد وعدة تنيف يعمل لنا فلوج تتويق ونه يصن لا تعشمش نفسك بلاش...نت وانت... انت وانت معين اللي معرفين علادهوا وانه كثير طب مش حاسي يجوب جد ولله مش حاسي نستمينه خالص يخسر الدورة يمشي يا تا تا يانا يا تا تا يانا بص ما تعشمش نفسك طب كم في المية مديها كم في المية اكثر شوفوا انا اقول انا اللي قلتلك انا اقول لك تلاتين هم بيقولو اربعين طب اين المشكلة انت زي ايه لا اسواك ام بتباقي مين انا ايو عفاك الستين اربعين اهو اقول لك الا حاجة اقول لك الا حاجة الستي لو كانش عنده فرق ماتش وانتو الاثنين تلات ماتشكت خمسين خمسين لا تبت اكثر بالعكس انا احس ان الماتش الزيادة ده في مصلحتي لا تبتبقى خمسين 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 اما عندهم دلوقتي اربع فورة انا عايز وانت عايز خسارة يا رب تبطلوا بالليستريك ده وانت تاربعين سنة انا عايز بس يتعادلوا اتعادل يا باشا ماتش يا خوفي بقى هو يتعادل وانت توقع والله العظيمة الشرط توت у 신� Judy انت لا تستطعي انظرنا مثلا و و touchy-cooky 3 تعرفوا المشكلة فيợ المشكلة انهم عندون اولا في مطشقات صعبة iov Mister أولا في كتاب اللعنة اشرفو الهو ما انتهت tilt أولا في فيزة عمز الرجل انكهم جميل overlay لكن لا لكن سيتي عنده أظن عنده توتنهام وولفر هامتن أعمل فولفس هو بيحبش وولفز دي عقدر لا ده زمان أعم نونو نونو تشايل قباح أنا كان أعمل أيضا برنا و أعمل نونو و ده ما تروي هو عنده وستهام و عنده وولفر هامتن و عنده فولهم عنده وولفز بالترتيب وولف فولهم و توتنهام و استهام و استهام قويه تبعي زيادة بحاجة توتنهام قويه يابا ده بيعاب بيهم كل سنة ويستهم فين؟ ويستهم على الامارات داخل ماتش هحتفل في مالعاب ويقولك بينزلوا الجمهور بقى وي يا عمي كريستر بلت انا كنت عايزة بقى كده انا كنت عايزة بقى بدوش بتجري دي طب قولك ايه اول ما تشوف نفس تاويت صح? اه اقولك يعني يلحق اخلصي روح احتفل مستيطيهم الحيط يعني يلحق لا يعني انا مش هطور قوي كده حينمي مش هطور بس انا بحاول الروح احضر ايه امي يا عمي اقولك يسيبك من اللي عال هناك ده احلم واسيبها على الاخر طب طب قص خليك باخد على افتاك بقى في اخر السنة زي زي لا اطفع بس تفتكر على حاجة تفتكر اللحظة دي ولحظة التتويج مين قالك احلم انك ممكن تفوز بالدوش متنسانيش بس وافتكر في لحظة الكابوس وافتكر لحظة الكابوس وافتكر لحظة الكابوس وهو بيرفع والجماهير ونزل الملعب انا بس كنت عزبار بحاجة دي من اولته اللي بتعود وتعمله كده وهنا بيشال الكاسة عملت كده على دماغه فاكر انت دي بردو سريعا نتاجه الى موضوع خمت صلاحه ليبر بول انتها شفت حلقتك عجبتني جدا شو قلت كلام محترم جدا والله العظيم بس السؤال بقى فيما بعد عشان كل واحد اكيد حكى في الموضوع ده كتير بس ايه اللي هيحصل هل تبتكروا الموضوع هيتلموا بسرع هل الموضوع الموضوع الجاي هيبقى خلاص خلص يوم الحد قدامه بص اللي باين اللي بدأ يخرج اصلا للصحافة اليومين اللي فاتوا دول بدأ يحصل تطورات كبيرة جدا وبدأ يتقال ان مايكل ادوردز هيقعد مع صلاح عشان يجدد العقد وقاله هيجدد اه وقاله ان صلاح عايز يجدد العقد وان صلاح يعني اوبن ان اوي منفتح على فكرة ان هو هيا الي الله تعالو ناسد. يريدين مع الصلاح يقول لك وهم شايفين والمدرب اللي هو السلوت يعني شايف ان صلاح عايز يبني عليه افكار كتيرة جدا وشايف ان هو محتاج صلاح والادارة شايف ان اللعيبة الكبيرة مهمة دلوقتي في المرحلة دي مع المدرب اللي هو جاي معنا لان هم اللعيبة دي هي اللي هتقدر انها تسند معي مش ينفع اننا في السنة اللي كلوب مشي فيها يمشي صلاح ويمشي فاندايك ويمشي هذه الفكرة اللي هم بيفكروا فيها فاكلام ان لحنا عايزين اصلا صلاح يعود فاي كلام عن الادارة هتوكع عقوبات على صلاح ياني وگنك عادي برده يخلص السنة الجاي يعني هيفتحهم عاد تجديد وهم بيقول لك ان هم هيشرحوا لهم المشروع انت عايز من دايك يوض اه اعيز ملياري سيادي ro読 انا بان فيرجل فان仔 واعقا اخواهل لك انا ليه عايز فان�ود او عايز كل الل €yanI matin لي ان انا شايف ان فاندا гол كب ان لي وكول من ما فاندايك اهن معلوماتش وايش بالذي اكشن تالحك علي استعد ع solves WEB د شاميه فاندايك ود شاميه بل ان عندك حقCON الفكرة كلها ان دول اللعيبة اللي هيضرروا ان هم يساعدوا المدرب اللي جاي جديد ان هو يمشي بداني لازم يبقى في لعيبة كبيرة لو انت النهار ده جبت مدربك لسه جديد ومع لعيبة صغيرة وبتاع حالوها مشروع جديد ولطيف بس هتاخد على عينك هتاخد على عينك فهم عايزين صلاح طيب الموضوع بتاع كلوب نفسه بيقال ان خلاص هي شدة ومشيت وهم قاعدوا وتكلموا الله يعلم ما حصل ايه ما حصلش ايه بس هو الموقف كان نفسه كان وحش انا اول مرة بس اشوف محمد صلاح بالعصبية او ان هو بياخد رد بفعل مع مدرب طيب بصوا كل يوم بيطلع كلام جديد وهو برضو عشان الناس متعودش تصدق اي حاجة مش هتلاقي حاجة ايه هو مفيش حاجة محدش عارف بالزبط اللي حصل طيب اخر حاجة توصلت لها اينك علاقة با ادارة ليفاركول قولينا اللي حصل ايه انا انا شخصيا اشهره انا شوفتاي فستو فستو ايه و الشفق دي اسنب بس الشفق علي الشفق علي يعني زى مع تبوي عشان سبرايت تبوي جو عشان تعرفه مرضه وحل نتكلم عن ايه على انستجرام وكيده كل ينكت نبى الدسكريبشن يا جمع ه انا الشحن يتقلز عجزة الشحن علي انا مروح انا اخد هرخص الشحن علي مانتا كده كده عده هاته هكذا يا لكلهم مرحو ان احتمال ييجي الطب فعلا طب فتب كده طب دي أسهل ماشي ومش هتتبع شي انا هاخد مني بسهب سوين جنيه بسهب طب اوفرت كون دخل لديب دي ما حصلش حاجة اللي حصل ايه اه في الحال اه احنا الناس حقانين ربا يعني ما بنخبيش حاجة عالرز يعني لا خالش عشان تعرف ان فيه شافافية ده اللي قال من الكونتات ليفربول يفهمون ايه لا مش الدرجات دي يعني اه لسه حصلش البرحلة دي الكلام اللي بيتقال اللي بيتقال ان صلاح مر سلمش كويس على كلوب الكلام اللي كلنا قلناه يعني فكلوب الدايق فبارطمين مع بعض هو حصل خلاص هو حصل عك مع بعض هم بينهم مع بعض ما حصلش قبل كده لا يا جماعة حصل قبل كده حصل ما بين صلاح حصل ما بين مانيو وكلوب حصل ما بين مانيو وكلوب حصل ما بين هندر وكلوب محو بيكلم مع اول مرة يشوف صلاح المتحصب وصلاح على فكرة فيها وقت لو تفتكر اول موسم خالص في ماتش تشيلسي صراح كم قاعد خارج بيفك البتاعه محتكش بكلوب محتكش بس كان برضه خارج ودايما صلاح لما بيخرج بيبقى خارج زعلان واي نجم بيبقى خارج من الملعب بيبقى خارج زعلان اللي قبر الموضوع بالزيادة اللي حصل ما بعد الماتش كلام اللي حصل في الصحافة اه ان كلوب كان خلاص موت الموضوع وصراح عليك لو كلمت تبقى تشتعلم وفي ناس قالت لك ايه على فكرة لا انا قلت ان هو قصده خير ما هو ما فغرة وبالعكس انا حصل وهو بيرد عليه كان بيتحك قصده اللي هو يا جماعة انتو هتأفوره انتو هتعملوا لها هتحك اه لو اتخدت من السكر وكان بيقول له هو بيتحك قصد تقريبا بس الانجليزي يعني ايه خدعوا في الكلام اللي هو ما عرفش يوضح الجملة صحة مش اكتر فهم ممكن على فكرة ما كنت شخده بصوا برضو محدش يعرف التعبير ممكن يكون خدعا اللي هو يا جماعة انتو اللي هتولعه ممكن بس هو الموضوع برضو ممكن بس هو برضو في الاخر هو ده اللي كبر الموضوع وده اللي خلى النهاردة ان كل انجلترا وكل الصحافة عمالة الكلام على الموضوع لغاية دلوقتي اقول لك بقى توقيع بصراحة في المماتش الجاي صلاح هيبدأ عادي جدا قم صلاح هيبدأ عادي جدا نطور انا قد ننشاه هنا في فترة اللي انتا ايوا انا انت مرضو افكر السفاعي بجادبول والجول انت نجمي الفرقة الاول وانت هداف الفرقة ولما تأتي في لقطة وانت بعيد عن مستوك انت اصلا ارفام من نفسك يعني انت بعيد عن مستوك بتبقى انت اصلا كنجم يعني متدايق فكمان لما المدرب تبقى انت مستني منه الصقا هو موسم كمان معاكنه افريقيا هو من ساعة الفريقيا على فكرة هو مقاري فكراني اصابة 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 اقول لك صلاح رجع بدري عم حد يصاب تقصد يصاب تقصد صلاحك الجندا لانه بدلينه خرج ثاني صلاح رجع بدري يعني ياريتو كان قاعد يتعالج لحد اخر وقت عشان اعرف لما يرجع يبقى كويس هو بالعكس رجع بدري واتصد ثاني فتأخر ثاني فكل الظروف اللي حصلت معه مع قسارة الدوري مع قسارة الاوروبا قسارة كل حاجة اللي كان لازم يحتويه هو عم مسلم عليك وعيش عناس عدي الموضوع انشلوتي معاك خمسين ومعاك خمسين دوري في كل حيطة لما لعبه هو خارج بيزمزره يا بيعمل نفسه مش واخد باله انا ومهبل اتخاني كتير عيو في التسطوك ومنشوح لبعض ومعكا تاني يوم باخده بالحضن هو يخدني بالحضن والمورسيو عم مش حاجة اتخاني ما بيش مساحة يحصل بيش مساحة طيب ماشي ربما ايلك بعيد وتقعد بقى بقى ان المسافة راحت التجمع وتقعد بقى افتكر المسافة عن الصغيرة دي اللي بنتنا هيا الفكرة بردو خلي بالك انت بردو في حاجة مش خدف بالك ممكن ان كلوب نفسه مضغوط ما هو بردو زي ما انت بتقول اه صلاح مضغوط ما هو كلوب نفسه بردو الناحية التانية مضغوط الراجل كان بينافس على الدوري والاخر وقت وعايز فيرويل جميلة وعايز يمشي باحتفالية ودكر بالك كذلك، يعني كذلك كلوب دلوقتي خسر كل حاجة انا دلوقتي اللي هو اخسر كل حاجة اه دعويلyal بنفس المشروع ايه ما هو ببكى بيمسلها بالعكس ان صلاح هو المفروب ما يخسر يعني, يعنى انت بردوات من اتعلقة الناحية تانية ماشي عشان ماشي انت هتعمل ايه جدا بالزبط انت فهم فيه حاجات كتير برضو هو محطوط تحت ضغط كلوب محطوط تحت ضغط اخر موسم ليا كان نفسي يخرج ويخرج من البابك كبير بس هل هو بقى غلط هو ده يطرح السؤال انه هو غلط انه هو قال موضوع ان هو ماشي مش عايز رجع لها لان ليفربول لعب بعد الماتش ده بعد المقتمر ده اللي هو يوم ستة وعشرين واحد لعب عشر ماتشات كسب تسعة بس ده عمل ضغط كان عمل ضغط في لقتها انت عرف لو بعديها على طول وقعت ماتشين ثلاثة بتاع والدنيا بدأت ده انت بالعكس ده انت جيت في وقت كان اللعيبة بتلعب بالاحتياطي لو تفتكر لما ليفربول لعبه باللعيبة النشيين وبتاع وكنت بتكسر بك بس تسبب ان كلوب جايب عصرة المحوطة طبعا كان عاملها كبيرا ليفربول فهيان ماشي الماتشات دي بالذات انا الفكر لما كانت قلت لك ليفربول ملقلقة من عالكورسي ده مش قاعد على الاول تمام حتى لما تعدلت معك بقض النظر الهزار قلت لك انا متطمن مدام ليفربول هي اللي فوق الموازنة نحن نقع هم مقبولة شغالة غير السيتي برغم ان هو وحش بس لا هو قاعد على الكورسي عارف يشتغل عنده خبرة بصبت عنده خبرة في الموضوع بجد هو بس ليه عقبه هو الوحيد بقى اللي موجود فيه اللعيبة الكبار يعني لو انت عايز تعاقب فيها انت فنضيك لعب ماتشات زي الزيفت قال لسون ساعات برضه او معبوش انت ليه بس لسا ان هو عببه هم الياجوب يريحوا الى ايه لا مش بيريحوا انت لم تستطيع ان كان يوجد عقاب هم ممكن تكون بصص لها انا بحاول اغير من الافكاري لا ما غير من الافكاري اغير ثلاث ماتشاط لك في حياتك مع ليفن بول انغير من الاتجملة اغير من الاتجملة هم محتاج ان انا اهو الأعداء معروفة يعني كل مرة هو انه قاعد منونيز وصلاح فانت برضو كمحمد صلاح معلش يعني انا عامل معك كل ده من دي وان من ساعة ما جيه توقريني بالاتنين المعافلين دول ما دي حاجة يعني ايه اللي تزوء ليه ما قلش عليهم بالشراب صلاح برضو دول 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 ايه دول ولا شي شراب طوع للصلاح لا ماشي ده اكيد كده كده يعني دي حاجة عاصر مفروض ما قلناش ده اكيد فاهمها برضو هارجع وقولك في الاخر في الاول في الاخر عشان بس نحط النقط على الخروف عشان الكلام يبقى واضح صلاح غلط ايه غلط نعم ما رزوش كده اه انت تقليل كل دول انا ايه انا انا اشافوا ولطانك فالمدرب دايما على حق حتى لو المدرب مدرب على حق و زي ما اتقال على فكرة ان حصل اللقطة دي قبل كده وجوه قط اللبس صلاح و كلوب وتقالت وتقال انها عدت لان كده قط اللبس وو حاجاتش عرفها فالدنيا مشيت بس انت تحت الوقتي بقوا يا عدو ما بقول اي زي زمان يعني ياago satisfied عحيف اللي عقد عدت عشان الوضاع نفسه اصلا كميشات لا انا انا اسف انا لو ادارة ا أقسم بك مراطئ فالنيد لاتبonstri فالعايب اقوللي ايه المشكلة ما المشكلة لا ايه ايه المشكلة هوا المساحه انتس ما تعرفش المساحه اللي بينهم ان fim افتاعد فلوس عشان اتكلم بعد اض Segods ايطرح سؤال انه ما ري كانسله مشي ماشي كنسله ليا عشان شاط في الكور لا جايز عشان حاجة تانية نفس الوقت انا عرفتك لشاط في الكورة زي اللي بيقول لي شاطع لا وراوان المساحة اللي انا مديها لك انت كلعيب معايا ايه شكلها عامل ازاي دي بروين ده كريدت معايا عامل ازاي ده في مليون حاجة بتتأس طب هو ده اللي انا بتكلم فيه لصلاح عنده كريدت كبير كده مع كلوب فانت لما يسلم عنه يسأل لك كده وليعمل لك كده عد الدنيا انت متعرفش انت متعرفش اللي عشان كما يقولك انت متعرفش اللي حصل بينهم قبل كده ممكن يكون فيه الموضوع اللي احنا ما نعرفش ما شفناش طيب نهاية موضوع صراحة عشان الموضوع ما يستحش مننا ما رأيكم فيه بيع منشستر وينايتد للحبتهم كله بسببات الموضوع ده الله الله عزيزي ده موضوع ده حقيقي اكسم بله احسن خبر لجمهور منشستر وينايتد في حياتك هنشعر فيه لسه هو الخبر حقيقي ولا ولكن مانشستر وينايتد وينايتد مانشستر عرض 24 لاحب للبيع هم كم اصلا هم كم عشان البيع هم 25 بس انت عندك جرناتشو ومينو ومش عارف مينو ومينو دول هيتسابه دول تحت السنة اصلا اه فمش محسومين انا بالنسبة لي ده عبط عبط اه مفيش حاجة بها كده فيش نادي بيعمل كده بصر شلسي عمل كده شلسي عمل كده ده بيدفع الفاتورة دلوقت عارفت شلسي هيوعد كم سنة وبعد كده هيتطليه نفس تاني كان 3-4 سنة لكن مانشستر رينايتد لو ما عملتش كده هيوعد مانا مش هيقل من 10 سنين عشان يمتلي ينسابته يا حبيبي اللاعيبة بتاعت مانشستر دي ادمانت الهزيمة قد اصلا كم واحد اكسم الله كلهم انا مش كلهم غلط الجزن مرة واحدة ارسنل كان عنده لعيبة لو بصيت على الاسكواد اللي كان عند ارتيتا ابتدى يأزر فيه كل سنة واحدة واحدة ايطاعم واحدة واحدة وليبرقول عمل كده وصيت عمل كده انا عندك ملاوي واحدة اعجب لك فريطة 2016 اه مفاجئة يا داعك في الانجلان فالطريق مهم بس بالعقل امري تشيكة الاحزر هاتفين امري تشيكة الاحزر هاتفين امري تشيكة الاحزر هتجيب ناس جديدة تين هاجم كمل هاتمش يوم بتجيبه مدرب يجيب العيبة هاتجيب مدرب يجيب العيبة جديدة هي نفس القصة هي نفس القصة الادارة بدأت في مانشستر يونيتب بدأت تمشي صحة بدأت تشتغل بس مش دكتر او غلط وبدأت تمشي صحة بدأت اللي هو ايه طبعا في الغالب اشياء بس هم يعني على الال عايزين ليوا لعيبة جديدة طبعا هيتطبعه طبعا ياعم لو عشر لعيبة اتنشر لعيبة اقولك اوكي ياعم هقولك ماشي همشي معك للاخر وان كان ده غلط هو محتاج على الال انه هو الاول يبتدي يحط زي ما بيقوله ارسل بس مانشستر يونيتب جاي من تحت الصفر ياعم هرب يض بالمينس فانت انت مانشستر يونيتب عايز يطلع دلوقتي للصفر عشان يبتدي يبني بس الادارة دي اللي موجودة دلوقتي بصراحة تشتغل صح جدا انه هو ايه اول حاجة بيعملها احنا هنقيم وضعتين هايك احنا لسه هنشوه بصراحة لا يعني هم ما قالوش مثلا انه ماشي مش زي مثلا باير ما قالوك تخي الماشي لا هم لسه بيقيموا الوضع لان بيقولك ايه برضو الراجل اشتغل في ظروف صعبة الراجل السندي كان عنده اصابات صعبة اه الراجل غلط وكان عنده غلطات واضحة وصريحة بس في نفس الوقت عنده حاجات تانية اثرت على غلطات دي فاللي هو احنا مش عايزين نخضب بعيبه مش عايزين نشايلهاله ونعمل نفس الغلطة بتاعت كل مرة اللي هو ايه اسهل حاجة ماشي المدرب هات مدرب جديد شيل ماشي اللعيبة هات لعيبة جديدة ده مش حل الحل ايه الحل انك بتبني مشروع فهم دلوقتي بيقيموا وضع يتنهاج ده اول حاجة هو قاعد ولا ماشي طيب هتقعد بس هتقعد بالشروطنا شروطنا اللي هي ايه يتنهاج مفيش حاجة اسمها انك تختار اللعيبة زي انت اللي تقولي انا عايز فلان روح هتقول لأ احنا عندنا فيه الليست دي احنا شغالين عليها احنا بقى كقدارة زي الاندية المحترمة شغالين عليها هاجة اقول لك انا عندي في المركز اللي انت عايز ده سيء مثلا انت عايز لها بنص انا عندي واحد اتنين ثلاثة واحنا هنفوض واحد خد انت اشتغل عليه الادارة عموما الادارة في الكورة دلوتي ده في حاجة اسمها تكنيكال دايركتر تكنيكال دايركتر ده شغلته ايه اللي هو ملشستر يونيتب بالمناسبة عين تكنيكال دايركتر ده شغلته ايه يقعبنا على المدرب يقوله احنا عايزنا نلعب كورة شكلها عاملة كذا عايزنا نلعب والله اربعة تلاتة تلاتة بنلعب بالمديلين بكورة اه فيبتدي لا هو بيبتدي. بتاكنيكال دايركتر ده بيعطوه مدرب والأداري وييقوله ايه. احنا عندنا لعيبة كذا وكذا المدرب باسمه ايه الاندية المدرب باسمه حاجة اسمها هيت كوتش هيت كوتش ده شغلتك ايه? انت شغلتك يا تدرب شغلتك ان اجيب لك اللعيب بالراجل ده اجيبو لك اقول لك خليه اعرف يلعب كورا للراجل ده كويس عنده تتعرف لك مثلا خلينا ارتيتا مانجر ما ده ده سلوب تاني مع عشان كده بقول لك على فكرة بالمناسبة ليفر بول رايح لنفس السكة اللي هو هيبقى عندي ان ايرنس لات ده لما هيجي يعني مثلا بالمناسبة الراجل ده جاي معاه مساعدين بتوعه بس سأله خلي بالك احنا نجيب لك مساعدين بتوعنا احنا كليفر بول هنجيب لك مساعدين هيساعدوك كده كده انت بشتجيب كل المساعدين بشتجيب الطعم بتاعك كله فالراجل مسلا جايب اتنين تلاتة معاه بس ليفر بول هيجيب له خمستاشر ستاشر واحد معاه تانين ليفر بول هو اللي منقيهم فهيجيب له مثلا الراجل بتاع تاغزية هم عارفينه اه دكتور احنا عارفينه كويس لا مصالح باشا لا مش مصالح دي ناس بتشتغل بالعكس بالعكس لان خلي بالك هو بيبص على ان الراجل ده لو ميشي بكرة محمد ممضوع الراجل ده لو ميشي بكرة لو سلود ده ميشي بكرة فالتيم ده موجود يقدر يشتغل مع اي مدرب تاني صح فبدأت عشان كده بدأت عندها تروح لفكرة ان بي فيه هيد كوتش وي فيه تكنيكال ديركتور الدنيا بدأت تتغير شوية انت مثلا في ارسنل بقى عندك منيجر بالمناسبة جوارديولا مش مانجر في سيتي جوارديولا عنده تكسيكي بيشتغل وهو اللي بيختار الصفقات حتى جوارديولا لك ايه امنات اجود مانجر بات ام جود كوتش انا راجل مدرب انا راجل مدرب فهو الراجل السير اليكس فيريكسن مثلا كان هو اللي بيعمل كل حاجة في النارسن انا اعمل المزافة اصرف انا اعمل كل حاجة في النار ليه ليم تزيبانا دي يم فمثلا فهي الدنيا دلوقتي بيقولك في الكوره لا بقى فمانشستر ماشين صح ماشين عالتراك الصح هلتعتقد من السراجات او افضل عمانشستر او طبعا بس بس تاني هم قدامهم تلاتة اربع سنين لازم يزبروا او طبعا يعني بالميت تلاتة اربع سنين يعني جمهور مانشستر ما يصدقش وما يحلمش ان انا بكرة السنة جاة نفس ليس مرى فرقة تقولك انا احب ان ارتتتا في سنة ونص لاア grabbing يعني او بعمل حيارة صح ار تتتاها 2 سنة ونص لا تلات سنًا لا احب على إنسان بالweitرس لكن انبár konos اخبرهم بالمناسبة Bless... ماذا خ matter صورة تولت أن mere dele قلت له الناس اللي مش فاكرة سيبك انا بحب ارسل باكرة ارسل دي حاجة بس الارتتا عمله ده لان حتى قلت بقوله لو انت بتنسب الانجاز ده لحد واحد فهو مش للعيب ارتتا طبعا ارتتا رجل ولا حتى الادارة انه الرجل ده معلش هاش هتلاقيه بيقولك الاختيار اللي هو مجمع عليه جمهير ارسل العيب واحد هتلاقيه ناس بتقولك رايس ناس بتقولك سكة ناس بتقولك فهده لي عشان ارتتا عنها هذا عن التجله مع اي مشروع مابني صح هتجي تقول المدرب يعني دايمن هتلاقيه في ليفر بول الناس بتقول ايه كلوب هوا لان اpants بداخل المدرب يا دي الاول جزء كبير وطبعا كلوب العالمي منك اري script انت عندك فائده صلاحة جدا جدا ضح لا 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 فائ be بس اعتماد الميين من كلوب انا وطبعا انا قصدي انه في لعيبة بتشيل معاه هو طبعا الراس بس فيه لعيبة شايلة معاه زي في اي نادي كان عنده انيستا وتشافي وميسي والله انا فهم انجاز اصعب لانه وصل اسرع لا طبعا بالعكس كلوب اولا استلم فرقة لو تفتكر كانت عاملة شكلها عامل ازاي بس الدعم والصرف اللي اخدوا كلوب غير الدعم والصرف اللي اخدوا ارتدي انا انا اود كلوب صرف كلوب صرف رائع ب 34 مليون كلوب صرف رائع ب 44 مليون انت بتكلم فرقة سمعة سنين لا مناسبة في السنة التي قامها في السنة التي قامها بها 24 مليون كان بطول بود برايح منشستر رونانيتب ممت مليون لا مستخلف انا بكلمك ان الاسعار في السنة لقد ضربت لا باستفر انت تقرير مجيزة مع فاندايك برقم لدفع ثاني ايوه لكن لو تتكر و حدث اخذن خليص في العالم لو تتكر كان قدام كان قدامها لقم ان ايه لقم ان بيأت ستقن انت هنالك نالة بني من المؤان ايو انا اصلي ان في الاخر صافي صرف ان ابس لأ دفعلك ابس 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 ده كل حلقة يلا هو ادربه اذا هو يدربه قال Şey� لماذا يا جماعة يخسن لي ان انا الوحيد اللى ما قل بيدى هو عماليي يخسرك كل اسبوع ما بنتكلمش ووال تعليم الس هو شعرك لف olursة لما انت صدفة مخدش حاجة انت صدفة كلمة لك وعد لورا شوية كأنه لسعك على فاكل كده يا قلبي يقول لي حاجة حاجة لين ايدي تتعام انا كل مرة بعدها لك بعدين انت ماتقدرش قلبي تعدها لك بعدين انت ماتقدرش قلبي تعدها للي انت اكوية عارف المدينة صفر عارف انك ممرك مع اتراك اقول لك ايه اقول لك على حاجة دي حركة احمد يوسف مع مارك اتفضل يا عم بص نعم وحسن بحاجة عالدي تقع بني وجد والله اكتر من كده لحظة واحدة تسيبوني معلاش الله نعم احنا نعم نعطع عالدا رشيل الدلاء عالدا رشيل الدلاء انت بالقوى عالسي حاجة ننتهي عند هذه الخناءة عند الدور الانجليزي ونتجه سريعا الى دور الابطال طيب نبتدي بالمباراة الثانية ثم ننتقل الى المباراة التقيلة أبطال الرشية بايت الله فعلتها دور تمن في المواجهة البولة صح ولكنوا هيلين اوه كمواتش كان حلو على فكرة مش وحش وكانوا بيعملوا حاجة صائعة جدا كم بعان النقص لغلطة ومزين انديهم خى تقوم تماما لا 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 كانوا بيعملوا حركة صائعة جدا دور تمان كان بيضغط ضغط عالي بيضغط على باريس ضغط عالي وهو عارف ان باريس عنده السرعات فمعامل ضغط عادي ومرحل دفاعه فعنده نصف الملعب كبيرة بس في نفس الوقت انا هضغط ضغط عالي هخليك تطلع بطريقة من طريقتين يا عايز تطلع بكرة عالية يا اما يا اما عايز تضربني بقى في المساحات وتحاول تعدي هعمل بقى هعطالك من الاول وهعمل ريسك ان انا روح عليك بكرة تانية فده كان ذكاء ان دورتم ان تلعب بخطة فاعمة اخر وفي نفس الوقت هو بيعمل هاي بريس بس خدت فاعم تاخر لان هم بطاقة بس محدش شاف ان هم هيندموا على ان هم مسجلوش اكتر من كده في السجن بس خلي بالك باريس ضيع و باريس ضيع لا باريس ضيع باريس ضيع و باريس شكله خطر جدا و بيوصل للمرمة فهولة يعني باريس ضيع اكتر من 3-4 كور في كرة اللي جات في العارضة بارتين دي مش ممكن مش طبعا عفاكرة دورتمون ضيع 3-4 كور لا و دورتمون ضيع ضرب الجزاية بالمناسبة دورتمون ضيع ضرب الجزاية بالمناسبة لو ان هارضة حد يستعقق يكسب و يكسب اكتر من فارق جون هو دورتمون صح سيبك ان فاريس ضيع لو ضيع كورة و كورتين لا دا دورتمون ضيع لا دا دورتمون ضيع بس اقولك ضيعوا لين في فاريس يا جماعة هيبقى الموضوع اصحب على دورتمون بس هو ممكن يسجل دورتمون بتدي قوة غير طبيعية من جمهورها مش ياخد في الملعب دا بس هو ممكن يسجل بس شفته في ملعب اتلتكو هو اضعف شفته بره دايما هو اضعف من جوه فهو بيعرف يتفوق انا قلت ياني فوتش اتلتكو لازم كان يكسب اربعة عشان يعرف يعدي من الموقع انت في ملعب باريس سان جرمان الموضوع هيبقى مختلف هيبقى مختلف بس في الاسم الصعب الوصول لدفاع باريس هالي جدا و دون روما مش افضل حارس فالموضوع مستحيل الوقت بصراحة اللي عجبني هوي الوصول لنوارده مش طبيعي اللي عجبني هويهلنهارده الوات كريمة دايما اوه اصدرائيب خواهي ساوي حتى سانشو النوارده انا انتقطت سانشوة المطش اللي فت و قلت ان هونفاير سانشو من ساعة لما راح هو هونفاير لا 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 اختلف لonia بائه لكتير واحد اسمع 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 مطش اللي فت وقع قسوه من ساعة لما راح دوسمن هو هونفاير او ايه اللي لا يا ابني اذا بيتكلموا عليه قد كلمة لا يتكلموا برحيتهم لا لا انتو سراجل دوري الماني انتو كدبين انتو الاثنين او انا بقولك او الاثنين كدبين كدبين يعني ومضحين دربة هو بقول دورتمون كله فرحام بسانشو عايز يجددلو عايز يقدم او انا ارسم ان هو يكمل بصراحة واحد من العناصر المهمة اللي موصلوهم يا جماعة سيئة لا عمل ماكش طبعا جامد بس هو الغاي لا بجده او كان في الفترة اللي رحها ما كانش احسن حاجة بس دلوقتي احسن بكتير من منشستر لا احسن من منشستر طبعا من نجوم دورتموند لا في نجوم احسن منه بكتير طب جمهور دورتموند يقول انتو نجمل فرق الواد برانت ده مش طبيعي كمان كده كده وحتى المهمة وامريتشان والله كويس اوي 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 عمل مرش كبير اوي طوله امره كويس وكوبل كويس لا كوبل عالمي لا كوبل عالمي وماتايسن اللي بيرعب ناحية الشمال الفرقة دي قدر تروح نهاية وقدرة تعمل مفاجئة ولو لابد اي طرف من الطرفين اللي لسه هنجريهم في المدش قدرة تكسب مش هتبقى ليه الحزوز الاكبر بس ده وريال مدريد ميخسرش فرق اي فريق اي فريق اي فريق اوصل فاينل خمسين خمسين اي فريق يوصل فاينل اي فريق يوصل فاينل الا رايا مدريد دايما الرايا مدريد يوصل فاينل انا بشوف ستين اربعين اي فريق ممكن لو وحش ستين اربعين بس الفرقتين الوحديين اللي اشوفهم ستين اربعين لو وصلوا فاينل سيتي وريال مدريد لا مع اي حد دلوقتي بس بايرن بايرن كده كده بلا شك تاريخ في البطورة بس لا مش يعني انت بتتكلم على فكرة دلوقتي حالا بالشخصية ريال مدريد وبالعباء مانشستر سيتي دول الوحديين اللي هيتفوق عليك في النهائي بدون اي سبات بس خلالك انت النهائي مالوش في حسابات اه بس النهائي خلي باك ممكن تختفوا تجري شلسي كان فاينل بتاع شلسي لا ما هو عرفت لا ممكن اقولك حيات كتير لا ده فيه حيات كتير فيه كتير جدا ليفربول ميلان الفين و اه و اه و خمسة الفيروك كتير جدا لان انت اصلا بتخش قدام السيتي انت لو معك خمسة في المية فانت كده الحمدلله انا ما كان لك خلت اردعين في المية قدام السيتي ده ان انت كده عاصل قد ما اقولك لا فيه ماتشاط طبعا كتير يعني فيه ماتشاط مش بالواقع والمنطق في الفاينل انت بمخك لما سيتي لعب ايه بربعو ستين اربعين طبعا لما لقبت ستين اربعين بس خدت بالك جورد يولا قال تصريح مهم جدا قال لك— لي lavab to anti quti و جاء كدهleri الاسوب فريق و جاء them انهم من خلال فريق في الارض اكبر ان تصريف results من CHO2 سيتي في الاخر تن vivo عنر immune فريق 50 rat من الحامر والماتش увер 90 خمسة في العالم و Weise марوان بالذات مجتمع الوصف لكى مطش واحد ليس تاي يعني يتواجد تكساب ساتي رايح جاي معاناة بكثير لكي تكسب ريال مدريد رايح جاي معاناة مقصة مقصة هذا م.... مقصة لكن أنا اختف في مطش ممكن يبقى ده هذو في المطش يحظ في يوم ويجبه هذو مش موجود ريال مدريد عذه في يوم ومش موجود لا انا لم تأكد محاول على ريال مدريد نمت بانكد مجتمع على أي فريق ولكن يكون داخل هذا المطش وشرط ما في الاداة ودورتمون لو لقاء بايرون تحسرش ان دي عقوة ده يعني صعب السوم السنة دي كسبوا بايرون في الدور كسبوا كانوا 3 1 او 4 3 2 0 3 لأ 3 3 1 ليس فكر 3 لسه المطش كان قريب 3 1 او 3 0 تقليل 3 او 4 3 3 3 و 4 3 او 2 1 يجب ان نتعدي بالمليار ماتش لسه في الملعب في باريس اتجرمانيا ماتشين لسه في الملعب بس اه لو بنتكلم على باريس و دورتموند انا شايف ان كادرة ان هي تعدي باريس ماتش راح جاي جد قادرة بس انا شايف ان بس هو رايح بابدالي رايح بأفضلية طبراس هو رايح بأفضلية هو ما تنساش ان هو تصدر المجموع علي بس عيبه ان هو دفعه ضعيف عنده مشكلة بس هو اقول لك حاجة او في مارش التاني مش هلعب زي مارش دخونس في مارش التاني يعلع تحت الكرة مارش كورة مشكلة مشكلة لو دورت مارشونة استسلم كده مشكلة لو دورت مارشونة مارشونة استسلم مارشونة الظروف هي اللي بسعدتوه شو راجل اتطرد منه سمعني لو مش الظروف صعبه بس انت لو كنت لعبتو كورتك ماش بالشكل ده كنت تعرف تتعامل بس مشكلة يا مارش عشان يلعب نقص يا حبيبي ممكن تلعب نقص يا ماركو ممكن تتصرف احسن من كده قدام السرعات دي صعب جدا ازاي تفتح ملعب وانت فرق قدام عندها ديمبلي ومبابي وبركولا بس النارده درس يا ماركو دورت من فتح الملعب وعارف يوقف ديمبلي وبركولا ده عشان هم نقص لعبهم مش كويس نقص لعبهم مفهومش غير فيتينيا ايو ما هو طب لك انت تقدر تعمل كده دورتموند يقدر يعمل كده قدام ريال مادريد يعني انت تقدر تسيب كروز ثلاث ثواني يفكر بكورة او فالفاردي ايو ما عشان هو الراجل بيكام صح بيقولك برشلونة لو كان لقياه بالجيم ده على باريس كان يقدر يخرج برشلونة ما عندهاش اللي عند ريال مادريد مش ريال مادريد انا بتكلم على قدام باريس ان انت النهاردة ان انت النهاردة دورتموند تعمل ايه تاني دورتموند تضغط على باريس فلو انت كنت عايز تضغط على باريس هو نفسيا بيتهاز هو بيتهقق جدا وارجع اقولك على حاجة النهاردة لويس انريكي انا كنت شايف برضه ان اتأخر فيها جدا فكرة ان كرامي مبابي وسط في حضن المدافعين فانت بتحاول تفضي باركولا انت خددخله جدا عشان مبابي يروح على المكان انت مضيع مبابي في قلب الملعب يعني انت كنت محتاج في لقطة لأ زبطته ليه في ماتش بارشلونة لانه هو كان بيستخدم مبابي ده انه هو يروح يقفل على كوبارسي فكوبارسي ما يبنيش لعب فساعتها بارشلونة مش عارف يبني لعب ازاي فديكت عاملة مشكلة لبرشلونة انت بتخلي التاني اروخه اللي يبني كرة اروخه اللي يبني كرة فانت زي ما تقول ان انت حاطت مبابي كده يسخف عليك انت فهم؟ انا عايزك مبابي النهاردة سخيف بس في ماتش زي ده عندك سرعات زي مبابي و باركولا و ديمبلي لازم تستخدمه على خطة فعال بطيق زي هوملز و شولتل بيرج لازم تستخدم السرعات دي فانت كان لازم تزوق مبابي شوية على الجناح بدل ما انت ترميه في حضن اللعيبة زوقه شوية على الجناح يعمف لقطة من اللقطات زي ما نزل بدري كولومواني كان في لقطة من اللقطات كان لازم تنزل بدري كولومواني من بدري حط كولومواني انت اصلا نص ملعبك زي ما انت بتقول كده نص الملعب ضايع ما تسحب فابيان روي ونزل كولومواني هتحصل اي اي حاجة انت اصلا كده ممكن يدفع التامان اكتر اجو ويلبس هدف تي ما هو كان هيلبس وهو ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش عليه والكرة كولومواني لا وفيه واحدة تانية عرضين لباريس الجرمان ماشي بس قصدي هم مضيعين يعني دورتنا مضيعين وانت بتلعب ثلاثة في نص مازلوط تسحب واحد بالنص الملعب وعمل زيادة عدية خلي كولومواني جنب مبابي وخلي مبابي يتحرر ويستلم ويتحرك بصراحة الويس انريكي لا يعني غلط في المطش ده غلط طيب ننتقل الى مغرات ريال مدريد وبايرميشن هربت ليه من الرياكشن ده كنا نعمل لو انت موجود ممثل جمهور الباير بحجو بلغني بحجو بلغني في الاكشن بايرميشن كلام ده حقيقي مش ترد عليه شايف انت بلغك على ذو جمتل صح انت مش اعتزقت لي اسلا انت مش اعتزقت لي اصلا سويل او اساس سويل بمش المفروض لما في الاكشن حدي بلغني ارجو بلغك ويقول لك انت فاطزقت انتم بعته لو في الاكشن انا مش فاضط طيب بعده لو في الاكشن لو في الاكشن هل ده بقى ان حد قصة مبلغني ان يفير اكشن رد علي ما تقعدش تعملي فيها ديبس احلاوي حد مبلغني ان يفير اكشن انت مش هعلم ان يفير اكشن لا والله ما اعرف وبعد انت بقى سواء ما تعمل ال اكشن ما بيه او من غير يعني انت رف على ميه يا عم انا بشك انا مالي بالقصة تشجع بايرن لا خلاص بطلت ايه ايه ده ايه انا مش تشجع كورو روباية طب ما اقبالك على ان جمهور ريال مدريد والبايرن مسكو ادين بعض في المترو ور testifiedوا يشتم باقصة ايه ايه بارشلوه ايه ايه بارشلوه لا لا انا يا عم بالمهن كده حاجة صعبة اوي احنا ربنا يسامح ملتش انت بالموضى ده بخلاص فانت خلاص قطعت ملتك بايرن لا أعم ما قطعتش ان شاء الله يوصلوا فاهم هو مش لساقي هو هو ايش زو في الجديد هو مش هيرياحكم اه الى هو عاجي رياكشن معرفش فوق الانجيش الى الا شام تعمل ما تعمل هو في رياكشن في العودة لا في رياكشن في العودة فظلت ممكن نعمل رياكشن اه لا لأ على حسب بانا مديت مع ما انت قصر اممديتش انت ايه لي رجع انت كده كده مش يكون في رياكشن احنا ممكن نعمل رياكشن اعمله لوحدك عايز توقت لوحدك تفتح تفزيون اجيب صحابك وتقعد وتفرجوا وتعملوا رياكشن انا واخhuية مارد انا بسك البيب اخويا مار دابسك البيب مش هاجي رياكشن مش هاجي رياكشن بايرll اه واتمنانا لها من كل قلبي اتخبطوا في حيطة عشان انا تعبت بصراحة كنتم شجع مادريك جدا في الموضوع انا احترامل جمهور ببايرن طبعا انا شتة بايرن طرعلك طرعلي زمان ودلوقتي وعداني بارتوان بس اسمها طرقعني اسمها طرقعني عدى منك ودك على دماغك في المانيا بجون كيمتش بالهدات بتاعتكو وطرقعلك الهي يا رب فيز جونيور يا شكراك يا رب الودريكو حبيبي الاحسن نساكك يا عمي فينيسيوس والله العظيم هم دول ما يحتاجين دعا يا عمي فينيسيوس هم دول ما يحتاجين دعا لا كان عجبني هو النس بيلي بطبطل ار ار هدول ما يتمل فيهم حاجة انا ما يتقل بالشرطة مادريد وامش بيها في البيت كده تفاقولهم بالحياة متحطش برضو تفاقولهم في الحياة في الجملة عشان مادريكو شو الجيزة عالو بيدا يلا الحاجة لله اوه مبروك لجمهور مادريد ايه ده مبروك لجمهور مادريد شو الجيزة الناس طالعا متعدلة بارطا ساعدوا ايه انت شفتها ام جاتلك اخويا مارك عالفة بص هو كل ماتش لحظة اتعارف ان انا لحد الوقت متوقع ده يا باي ان اعياد ده كل ماتش اه انا ايلا ايه صح كل ماتش خمسين خمسين ايه الماتش ده ستين ده ستين اربعين للريال هي نفسيا ستين لو اي ستين اربعين اخدها مني بقى ويوفي هاوللك ليه لا يعني هيو فورا ايوان يوفي ليه وراء انا جايلك جاي مجهدين لا يعني بايرن بايرن كان نازل في ملعب الاليان زرينة نازل فكرة ان انا ههاجم مادريد وحصل اول تلت ساعة وحصل اول تلت ساعة وعلى فكرة بالمناسبة هو نفس الجون اللي جيه اللي تخل كم متوقع هو اللي جيه قالك ايه قالك مادريد دول فرقة ما بتعملش حاجة كرة معهم عادي جدا في عشر ساوية اليوم جابوا جول انا استفزين تصريح ليه؟ انا استفزين سرو سرو تاكلوش شفت يا جاي احد شافت جوني كويس انا اللي استفزيني شفت الكرة بينيسيوس اخد كم من جاي معا النص برق طمام؟ وايف ساني تنك الوقت تاني سراح رح رجع تاني هي مش مشكلة دي انا مش مش مشوفها مهارة من بينيسيوس هي الفكرة ان انت ازاي وصلت ازاي وصلت مهارة فشخ من بينيسيوس مهارة لو اي حد في الدنيا لو اي حد في التانية تاني معا الكرة جير توني كروس الكرة توصل الكرة مدرج عامل واحدة بالمناسبة مدرج عامل واحدة مدرج عامل واحدة قلتها وهولا الهدف ما يدارش اعملها يا حبيبي كده حتى لو بيلنج اعملها عيب حتى لو كروس ومدرج بيهو 50% كروس 50% فينيسيوس توني كروس ده عامل كروس شاوره انا ما اقولش ان هوم الزاكي بس لا 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 كروس فزا ايه عامل ده انا كرهن الكرة هو فينيسيوس تحرك تحرك كذلك كل حاجة بس فينيسيوس ده يعني يعني على الفكرة فينيسيوس كذا كرة كان حاسم جدا في المطش ده بنيسيوس عامل واحدة من احسن مطشاط اللي اشفتها لبنيسيوس هو على فكرة بيتقلق في المطشاط الكبير جدا جدا وحاسم جدا في المطشاط الكبير وفكرة ان هو اطور نفسه لما بيلعب تسعى كلاب دي اهوب ده كلام طيب مش قايلين احنا نصور الجمور كده ايه الكلاب دي ما اتعدي عليهم وقلت لك احنا النهاردة نصور حتتين عظمه وقلتها الدنيا ده بس ما نعطش في الهوهوة دي شكرا سوزمار بقولك فينيسيوس من ساعتنا بقى يلعب تسعى كان في اول ملعبة اللي هو لما كان بيلعب بالانجام رودريجو فينيسيوس كان في الاول المطش بيبقى صعب عليه جدا انه هو مش عارفة اقلب في المركز الجديد ده هو ده معا لعيب طوله عمره جناح فكان بيلعب ملعب لقاب الملعب كان بيقى قطير جدا بس هو دلوقتي لما نشوف فينيسيوس في مركزه الجديد بالخطة الجديدة اللي بيلعب بيها انشلوتي بقى عجامل جدا بالزبط جامت فاشخة صراعا انه هو يعلم يطور نفسه باللعيب خط للعيب ممكن يلعب في اثنين فراودة ويبقى بالكوة دي وبعدين دي حطهم اللمسة واحدة سهل انه هو يحطاه لا هو عدل جسمه عدل جسمه وده زكاء جدا جن فيه زكاء من فينيسيوس احساسه بالمكان والتاتش والفينيش والجارية والصحبة انا بالنسبالي السلوء بتاع كروسبوس انا شاف السلوء افضل من الجمل انا سألت لرزيع السؤال ده لو مودريتش الاسيست بتاعه كان وصل لفينيسيوس وجابها كان يبقى الاسيست بتاع مودريتش ولا كروسب مودريتش مودريتش حط واحدة للشروط التالي برضو اعجازية لفينيسيوس وقام ضيح لو كان ده هدف على مودريتش بدفس الكلام على كروسبان ايه بقى احلس وحط له واحدة برضو مش يعني عشان مجادش يكون في هولوقات مبراوزش بس بس هي صعوبة بتاع كروسبان الفرقة بتاع بايرن بتاع مودريتش كان الفرقة لا بس هي الفرقة كانت واقفة بس فرقة عملت غلطة ان توني كروسب كان واحدة هو فضى نفسه هو سحب نفسه سحب قبل ارجع للقطة امساحب لو خدت بالك فالفيردي راح عشان ياخد الكورة امزائق فالفيردي امرايح واخده لا وهي على ناحية الخط امرايح عشان ياخد الكورة امزائق فالفيردي اللي هو خلاص اسكت انا انا شايف الجون تدرب اموك يا حصد لا اعرف اللي هو عايز يقول لي فالفيردي اسكت انا شايف دلوقت الجون بيجيزة امرايح واخد اول مرة شاشات امرايح واخد الهدف اه الهدف امرايح 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 هيا طبعا لا طبعا جون بصراحة جامد بس ده ما يخلناش نقول ما يخلناش ننسى ان بايرون عمل مطش جامد جدا جدد تخل عمل مطش كبير جدا تخل لو تفتكر قولنا هنا انه تخل فالنوكاوت صعب اوي تخل من المدربين اللي صعب تغربهم في النوكاوت تخل ممكن يكون كمدرب فالدوري ممكن ما يكونش حصر حاجة ومخسرش هو على سيني في حياته دي قوة التخل وخسر مدريد مرة واحدة و بالمناسبة هو محضر المطش هو محضر المطش صح هو نزل لعب صح الرجل كان مذاكر مدريد كويس و حتى كان متوقع الجون هيدخل فيه ازاي يعني هو وصل لليفل انا عارف انا هالبس الجون ازاي اللي هو انت بتقوله مدريد احنا بنتفرج عليهم و حتى عشر سنين هايبه جون فتوخ اللعب جيم زكي جدا هاريكين عمل هاريكين عمل مطش ممتاز حتى علمه بها برا candidates احنا اقول درفة الجزاء هاريكين عمل مطش ممتاز لرويساني عمل مطش جيد لا لا ولرويساني ل virsani كان ممكن اليواج يولي الكم لكن لرويساني عمل مطش جيد لكن لرويساني عمل مطش جيد ل этой جوانات انا مان اسفري ليمر هو افضل لايمر ليمر حيب افضل لايبر في المتش ليس سيكرا لا 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 كان في الباير ومعه توماس مولر مقدرش يجري ممكن اقول لك على لقطتين حصلوا في الجون كانوا بسبب توماس مولر توماس مولر في الجونين في الجونين توماس مولر في الشوت الاول كان بيقف قدام مع هاريكين وده واضح انك اديك التعليمات ان الرجل ان انتم ما تتقدموش ما تنزلوش ما تسقطوش لنص الملعب خليك وقفين دايما قدام لكي توقف روديجر وناتشو في الشوت الثاني ادى تعليمات لمولر انه يسقط لنص الملعب لكي يسحب مع احد من المدافعين لكي تبدأ المساحة تفضل اتفرج مولر عمل ايه؟ مولر اول لما خرج اول لما خرج المساحة تفضلت لسانيه وطوني كروس كان عنده غلطة فيها مندي عنده غلطة انه مرحل رودريجو عنده غلطة انه راجع متأخر حاجات كثيرة ولكن مولر كان يسقط في الجون الثاني هو نزل سقط برضو مولر هو اللي نزل سقط لكي تبدأ الكرة تشتغل الناحية هو تلاقيه في اهم الملعب مهزيا وعنده خبرة بنتلازينة بس يعني التغييرات تخلى الالبات الواضحة تغيير اللي عمله موسيالا وسانيه كان غير طبيعي كان غير طبيعي انا عجبني كمان تصريح مولر الاخير لما سألوه انت سولي نوير لما قالوه كم الجاي كان مؤتمر عبيد لا لا انا بتكلم لا انا بتكلم لا انا بتكلم على نوير سألوه بعد المطشة لولو كم من جاي غيلة النهاردة وقلت له ايه وبتاع فقالك بالمناسبة هو كل اللعبة معرضة انها تغلط وهو النهاردة عمل مطش كويس بعيدا عن القرارات الغلط اللي هو اخدها وانا دوري لا وبعدين هو تلع حتى طلع قال انا دوري ككابتن من كبات الفرقة ان انا ادافع عن اللعيبة وديها على فكرة حاجة دايما هتلاقيها ببايرن مولر دايما هتلاقيه في مطشات كتير بيطلع ادافع عن اللعيبة هتلاقي ان نوير في مطشات كتير بيطلع ادافع عن اللعيبة حتى لو هم جاربانز جمدين جدا نوير بردو احنا ما نقدرش المساعد نوير منقبقى بايرن حيا هتشفت كرة تعمتين كروس؟ هي على فكرة يألة المطش ايه اللي روح بيها جاب بايرن جول خبطة اصلا في الدفاع هي خبط بغارة اتجاهها ومعه اخدامه وصفضان الكرة دي كل باقي لما نوير صدد حس ان بايرن جاب بقول طبعا واي كده مساعدت عيسه وهو بيصده سهله لا هو عارف كروس انه هو عاريك اوي 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 يعني عملتها في ميتين فام اهلي عشرين مرة كل يوم في التمرير فعنا لا انا شايفها كتير اوي هو فكرت اصلا الفيديو اللي انتشر منوير نوير في التدريب النظارة للسودة اللي بتتلبس دي والتدريب بتاع الكورة وانه يتحرك عليها كورة التينس لا اول يحطه جاي شبكة واقفة كده قدامه هو بيلبس ندارة شمس واقف قدام الا مش ندارة شمس ندارة سودة ندارة سودة لا لا ندارة بتبقى مركزها الاضاءة مركزها الاضاءة هو بيحجب من هنا عشان يركز على الانت ببصة في النص راح على تجاه الكورة بالزبط زي الايه زي الحسان بالزبط استاذ وائل يا امام لاملة حيونات يعني استاذ وائل من سفرياته معك كتير اوروبا بوزيته توقعكم ايه الورادي هل ننخش مع افتاقات ايه هل ننخش مع افتاقات با والي والي قولنا النتيجة وبتاعه اذا ننخش مع افتاقات طيب الاسبوع اللي خدت انا مش عبدأ بالاخير وكده يعني ايه فيه عمر وجوب ام الاثنين جايبين سبع نقط اصلا ايه وامر اوان جايب عشرة نقط اللهوه اكبر انت متوقعت اول اللهوه اتبار بونوس يا والي كبير جدا هايكون متواجد خلال الايام القادمة انت له حاجة من جايبين بس احنا لسه فيه ماتش توتنا موتشيلكسي ده لسه هتلاقي بدا لسه اوكرا اه يعني انت اول اول يعني فهم لسه زي الارسنال كده اه مؤقت اول مؤقت تمام المركز الاول مروان بمتين تسعة تلتين نقطة انت مش كل ملا بتانى من تحتك واش واعمل مروان هاتك انت اي نقطة ايه هاتي تطورة ايه انتذي لك هاتي ايه انتذي لك، بس احاذ 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 معاى czym حقلن انني اعطانوا في الدوري القتل أعطل فالتأكيد منظور 339 نماركز الثاني كم؟ 138 أعلى نقطة؟ سافي أعاد؟ هل تحلو؟ اوه مانا كنسوش بالجاب اوه لا 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 كم؟ حلوي انا ارايك خلاص عادي كويس حلوي عام عادي عادي جيلك هسلاش هصلك وعكة صحيان عارف هي اللي جزرة الاحدف احدف احدف انا ما هي مكشة هي دي اللي جزرة الدنيا خلاص وانا متفهم انا موعدك صفحة جديدة لما هصلى خلطتي هصلى خلطتي لما واكزة حبيبي على ازعك احنا هناك حقيقي على اللي مانا ما عينش انا بعد صنعلك هم اعمل ايه تلك اخصرت كل حاجة انسى انت توقعات دي لزان يا حبيبي انت عارف ما وصلت الش لحان يا الحدي اخصرت الدورة كسبت الدورة لا بس كسب في الخوان كسب ثلاث افني ثلاث افني عملت فيك ايه دي حلقة يا عام الكل صون طيب حلقة عجل ده موسم وطول الموسم من توقع دعمة زي توماس طويل كسبت الكراماو جيت انا انا اجيلي one on one انا افرومك انا افرومك انا افرومك انا افرومك وفريمكو اشتبت انتأكلم نقطة نص رابعة ايه عم حقه حقه اللي بيتكلم ده كان فارق اكتر من 18 نقطة ولا 19 نقطة دلوقتي ما هو فارق نقطة ليه كان فارق 18-19 نقطة ليه اوه كان هو الاول وان افرق ايه كان ليه عشان بيخبط فيك عشان بيخبط فيك اصدوا انين 18 يالا ايه اوه بينك ان فارق نقطة ايه 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 اوه بينك ان فارق مفارن بيخبط شو مرة تلعت عدت فيها هنا و عدتت تتوقع على المنشط ما اخلصنا لا ياوال جنع ياوال ممكن يساعدك يا عم يا رجل يا نصر يا أخير ما فكش دعم جوجو بص ياوال بابرة والله عظيم انا في الكواليس مش هقولها مش هقول مش هقول عشانت كنت معترض على التوقعات مش هقولي مش هقول عشان ما بوصش الشركة مدبص انا شكيت فيك قال انتو سايبين لي واقل يتوقعلي او عمل كده و عمل كده او شاو حبي او لك الحاجة المكان اللي فيه كان فيه كاميراة انا ما بخافش واقل خزلني خزلك نصافي انا خزلت واقل وهو نصافي خدش على التوقعات يلا يا شو بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بدور الأبطال المرة دي ونعكس لا نبدأ بعد اه 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 يوم الثلاث بروسيا باريس بروسيا انا تفضلوا انتو تفضلوا انتو باريس اتنين واحد طب ما كده هم متعدنين دربات جزاء انا شفت المصر كده اتنين واحد دربات جزاء للسيتي باريس الجرمان هو دار بس اه اه ت prova مين يتاهل ممaps باريسises طب ما باريس اتنين واحد باريس شيئند ده هناخده باربع نقط يعني اللي هيجيب التاقوة صح واللي يتآهل صح التآهل صح هياخد نقطة والتاقوة صحة ثلاثة لا لا مش هنلعب في المشي الموسم زي ما هو اه طب ما انا توقعت بصحي صحيح لا يا بيش هزيمح زي ما احنا بيش هزيمح كامل الموسم زي ما احنا ايو طب ما تضيلي نقطة بتاع المدريد صحيح لا يا بيش هنشقول فيها نقطة اي انا مش قلت تعادل يعني قلنا من الموسم الغايد بس هلا ب Eyebay جزيمت لا ايو كدت التنة او اللحة بتاع التعدل ملكة يا محمود في ايه ده انا فاكر لك اني انت اوالت اتنين اتنين اقول ماشي انت كده 2-1 باريس و باريس تسار ماشي و باريس تسار طيب تفضل لسيبنا احنا في الاخر ده تفضل انت طيب تاخدها مني تفضل بش الدورتمونت هكسبه كام مطشد هحصه واحد 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 و الدورتمونت مجموع المطشدين 2-1 يا عم ماشي انا موافق يلا اللي يعني ممكنش موافق بيديت بتاعت واحد فاريس بتاعت واحد فاريس انت ماشي معي على الخط برضه انا اعتذر الدورتمونت النهي ماشي على فكرة انا لو اعكاس ترأي انتو تخسروا عشان بقولوك كده انا معاكم في ايه مبررش مبررش بس متعودش التتجن وتعليم احطان انا بقولك ايه ريال بايرن تفضل اسجو مصعب ايه تخش احنا في الاخر دي بقى خلص بقى سيفاني كده مريح كده عشان دلي صعب اتعمل اتعمل اه صعبي بس انت ياجو هتخمت اسم الواحد ريال مادريد مثلا الكأرمان قضي صفر ليه مادريد اقعد الكيس برايب وصلواberries يليaud البسوا عاد التد 임 احنا الابنيين من الاش يكن guards بقى عبره مادريد كم نبلي واحد يا عمري أنا حياتي والله ديني ديني ممايك ماش كده يا عميك بتقول طيب انت قننت ولا إيه بس أنا أقول لي اتوقعنا مش هاجبك برش حنيكة بس برش حنيكة بس برش حنيكة يلا يبني وقت الحلقة خلص ريال مدريد 3 و 1 يبني ما قالك أحيل الأمين من هناك وبعد كده ترجع قخصا نعم خلصنا مش شورة صاحبه طيب خشنا نجو على الأول خش على الدور الانجليزي لوتون ايفرتون تقلع بلوتون تفضل ابتداش انت الأول ماش لوتون ايفرتون ايفرتون هتكسب 2 و 1 تفضل ايفرتون 1 و 1 سيبك تفضل 3 و 1 ايفرتون ماشا كنت لوبة ماشا كنت لوبة أرسنال بورموس تفضل على شان ديف ريتك أرسنال بورموس لا يتفضل كل حاجة لبيني مواتش السيتي وانت تفضل عشان يتل بتفسوا أرسنال بورموس يقول تخيلها كده لو رحت الملعب وانا عمسك يافتر اجابت الخيل؟ اربعة صفر الميت ارسنل خش تلاتة واحد ارسنل فول تلاتة عب لا 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 متعجنش العبها سيف متعجنش اربعة وانت تلاتة واحد انت بدي واحدة تلاتة صفر ارسنل ماشي برينفوت فولهم هل فضلوا الى انتو تنفسوا برينفوت لا 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 عشان انا بنفس برينفوت برينفورد وتوترهم برينفورد برينفورد وفولهم هيا هل لاتpe اتنين اتنين هيا برينفورد اتنين واحد 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 بيرنلي نيوكاسل 3-0 ماشي نيوكاسل 3-0 وانا اقول بيرنلي هتخسر 2-1 يعني 2-1 نيوكاسل 4-1 نيوكاسل ماشي شيفل نوتنجهام تيدو ما تقول يا مارك ما تقول احنا ناضنا ما تقول يا حبيبي نوتنجهام ما تقولها انت ما تبكسفش يا عم 2-0 نوتنجهام ده كان لما بيبعتها كان موايكا بيبقى أسرع ما هو هنا ما تهدي عضائك فيه ماشي ماشي محروق اللي هكذا ما ترمي قال يعني منتناقش شيفل نوتنجهام شيفل نوتنجهام فورست نوتنجهام هتكسب 2-0 8-2-0 2-1 نوتنجهام هتكسب ثلاثة واحد ماشي سيتي وولفز ابتدي عشان بنافسهم يالله باشا السيتي وولفز اقف ليه وانا بدعي كده ايدي معان يا عم سيتي ثلاثة واحد السيتي ثلاثة سفر قولوا ركشوكو ثلاثة سفر ثلاثة واحد انا كل مطش الحد اخر الجامل هتتوقع سيتيوة عشان ايه ماشي ماشي برافو عليكم 0-0 0-0 0-0 هتقول لي انتوا عادي 0-0 0-0 ماشي ماشي اول خمس دايق انا روح برا للمطش ده اصل برايتون اسطن فيلا برايتون اسطن فيلا هنتقل احنا برايتون اسطن فيلا خش لا اقول انت ولا ما سأحسن دول دول بنفسوكم اي اقول انت نسبها لك انت واحد وحد هذا أمنياتك واحد واحد سوف يوديك وراء أمنياتك سأنتظر بأن لاحظة على الفيديو سأنتظر أنا مقصود أن أتكلم أسطن فيلا 3-2 أسطن فيلا 3-2 أسطن فيلا 3-2 أسطن فيلا 2-0 أنت قلت واحد واحد شيلسي وستام شيلسي وستام شيلسي 2-1 واحد واحد شيلسي وستام على ملعبة شيلسي أه شيلسي 3-1 شيلسي وستام نحن قلت 3-1 طيب ليفر بول توترام ليفر بول توترام ليفر بول توترام وكثم معاقين يعني نحن 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 انت محروض يا رباة ليبر بولي تكسب بإذن اللات من واحد ليبر بولي تنسفر ليبر بولي تنسفر أطول الله أطول الله أطول الله أطول الله لا كله ضرب فيك كانت تلوب بنداردك بانيه توقعاتك المحكمة 4 مرة كريستال قال خلاص ريال مادريد 2-0 2-0Thank you برشلونة جيرونة جيرونة برشلونة اها توقعت برشلونة انت بقى توقع انت جيرونة لكي جيرونة متفاق في الترتيب على برشلونة ولا انتو كبت ولا ايه شرع تيجي نتلم برشلونة ريكب جيرونة سيس هو ده سيس دحول هو دبنا يا ابني دي دبنا ولا نموسة دبنا 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 سيسة دبنا اسباني زي الساتون سيسة هي تفاق اعمالها بجيرونة نعم انتو عدو الاتنين اتنين حلوة حلوة اتنين واحد برشلونة اتنين واحد شعبات برشلونة شعبات جيرون انا سازهب مع قلبي سازهب مع عاطفتي يلا يلا وايضا جيرونة كان يوم اغمر يوم ما سفرت تخسر واحد صفر من مرشلونة وانتو قلت مرشلونة كم كم مرشلونة اتنين واحد ومرشلونة اتنين 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 ماشا الف مبروك اختم الحلقة تصدر اختم لا اختم بقى ان شدت انا ممكن متبقاش موجودة حلقات اللي جاية فاسم لك اخي الختن انا ممكن اصح خلي ماركي يختم صحيح ما تختم انت عسل كانت لوبة يلا يلا كانت لوبة تالى في النص كده يلا جاش اطلعت مرة كده يلا انها تنهيت الحلقة ايه وعا تكسب الدورة يا ارسنل اموت فيها كله يشتروا برويزة ويشتروا برويزة جدعان ويستنوا الحلقات كل جمعة الساعة 3 بودكاست واستنوا حلقات كل جمعة الساعة 3 كما ترامشلت ترامس جان من اكر السينوفروس جان على الان بي سي ارزيه على جرنب اجابت في الحلقة اشتركوا مع عائلة بتاع التنبيهات تاليكات عمر وجوه وماركة في انتسكيرشن في حاجة لباركة نقطاره ويعاب نحط له انستجرام انستجرام وانستجرام ايه 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 تهد تاني تركوا معلوكين وزبوان جاي وفان ازعوي لحد جاي